في شغلتين أساسيات عندني القصمان الزواج، زين، والبيت هذه من الأشياء الرئيسية عندنا ويبيعون شيء، لازم في شيء بيجعون أي واحد يقول لكم ساعدة قفار يبضع غالية أنا أقول دائماً حنا صح بطاعتنا غالية لكن ما نجي بلا زين 17 سنة وأقولها ومبسوط ما عمنا سوينا تخفيضات لذلك حنا للأسف في العالم العربي ودائماً أقولها وفم من مليان وهذا اللي قاعد يصير أنه أنا أبغى مية أقول مية وعشرين لأني عارف أبخصم عشرين وبأقول مية فالأخير أنا ببيع مية أسمعت راداتكم أربمئة مليون تقريباً تجيب معلومات مدري من وين جيبتها إحنا عندنا قروث واحد وعشرين بالمية اللي هو نمو في المبيعات تقول لي شلون جبتوا هذي يلا حيهم ضيفنا اليوم المهندس مساعد الكفاري اللي بعضكم ممكن يعرفوا من سناباته أو مقاطعه في اليوتيوب المقاطع حقته محتوى عادة تثقيفي عن مواد البناء والإضاءة والأمور اللي تفيدك في البيت عموماً بنفس الوقت ضيفنا أبو عبد الرحمن هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة منزل التسويق المتخصصة في حلول البناء الشركة تأسست في عام 2006 وخلال 17 سنة أسسوا 13 علامة تجارية لمختلف المنتجات عندهم أكثر من 45 فرع في السعودية وخارجها وحدود الـ 650 موض بداية الحلقة بنسولف عن كيف استفاد ضيفنا من دراسته والوظائف اللي اشتغل فيها في تأسيس وبناء البزنس حيقولوا نعتقد أنها نقطة مهمة دائماً نغفل عنها ذي جينا نتكلم عن سياق تأسيس البزنس نهمل جانب الدراسة والوظائف ودورها في تجهيزك للبزنس وش بدأ يبيع يوم بدأ البزنس الخاص فيه كيف قدر يتوسع بهالمنتجات والفروع على مدى السبعة عشر سنة الماضية برضو بيتكلم عن تجاربه في تصميم وتصنيع المنتجات في أوروبا والصين وش الفروقات في التصنيع والاستيراد منهم والدروس اللي يتعلمها في توزيع وتصريف المنتجات داخل السعودية ووش نموذج العمل اللي يستخدمه عشان ينتشر بشكل سريع داخل وخارج السعودية ما استخدم الامتياز التجاري طبط له كذا شي خاص فيه قرر يتوسع من خلاله حلقة صراحتاً كانت ممتعة جداً بالنسبة لي وشو طحنا فيها بصوارف واجد معه وابد الرحمن سواء الأشياء اللي تخص البزنس أو شوي أشياء يمكن بره نطاق البزنس أترككم الآن مع الحلقة حيك الله وابد الرحمن الله حيك يولو ما نبدأ عندي فضول شديد صراحة أعرف عن شغلة شخصية أصف لك يقال صحيحة إذا قلطان أنه عندك استراحة بالعمارية ما فيها أي جدران عبارة عن جزاز بالكامل طيب مش فاكل الجمعة الجاية تيجي ويشوفها هل هو استعرض عفلات ولا حق التجارب ونطلع عنه مألوف يعني نحاول قدر الإمكان أنه نقدم شيء يعني يكون شوف دائماً بيوتنا لم تصمم لنا يعني مجرد أني أنا خدت بيت فلان وبنيت مثلهم بس دي كلها جزاز؟ صحيح لأنه أنت الآن في مزرعة أو استراحة بمعنى صحيح وكل اللي حولك خضر ليش أنا أحجب الرؤية اللي ممكن أستمتعبها وأنا على ما يقولون قدامي شيحي جميل يعني مثل أنا يوم جيت ذكريا مدور على أرض أغلب هم أشياء مبنية فأدخل البيت كانني داخل البيت بالرياضي يعني لا أشوف شيء بره وشبابيك صغيرة فكانت العملية أنه أنت مهندس معماري فلابد أنك تطلع من المألوف شوي ما هو قضية اختلاف ترى بعض الأحيان ما هي بقصة أنه أنا بختلف على أساس أني أبرز عضلات زي ما قلت لكن هو هذا المنطلق الصحيح أو هذا المنطق الكامل دائر ما يدورك صحيح 100% يعني معماريا ما هي مشكلة أنك طبعا طيرنا شوي السقف من قدام علشان تحميه من أشعة الشمس أغلب الأوقات فيه شجر درسناها بحيث أنها تكسر أشعة الشمس مشكلتنا ما هو حن بالهوى الحار أكثر مشكلتنا بدخول الأشعة الأشعة نفسها إذا تخلت جوة البيت فيها اللي تسبب حرارة لكن لو منعنا الأشعة هذه استمتع بالخارج خصوصية طيب ولا قعد ببيتنا شو لو رح العمارية آخر الدنيا خصوصية طيب خصوصية طبيعية يعني ما أنت عندك أسوار وعندك يعني خصوصية خاصة فيك شميلة يبيلنا نزورها جنب أهلا وسهلا كل جمعة رمود ودين أنت واللي يسمعون يفهم الله أنا متخيز صراحة نشكل طبعا لي حلقات في اليوتيوب اللي يكتب بس استراحة العمارية مساعدة قفاري بيلقى حلقات كثيرة حلو على أساس التشويق أنا جيتني سالفة كده يعني ما شفت يا شوك بديت فيها ما كانت بكم المحاول استغربت أن عبد الملك معنى المنتج يقول لي ترى عنده استراحة في العمارية أهلا وسهلا تشرفون كلها قزاز حسبت بالغ لا لا سهلا حياكم ودي أبدأ معك في البزنس نقطتين وربعة النقطة الأولى اللي هي أول شيء وش البزنس شميل اللي شغال فيه اليوم ثم نبدأ من التأسيس نبدأ من الدراسة لأنني ودي أركز أحيانا مع بعض الضيوف اللي تكون دراستهم لها علاقة في البزنس ودي أركز على الجانب اللي أسسهم ونفسهم فيه وفادهم بالبزنس بشكل مباشر لأن فيه الانطباع العام أنه البزنس والدراسة شيئا ما لهم علاقة ببعض أو البزنس والوظيفة ما لهم علاقة ببعض فلما ألقى ضيف زي أحد ضيف السابقين عبدالله الدوسري أكبر بالخير لشركة تيتو أشوف فيه ربط بين الدراسة وبين البزنس أحب دائما نسلط الضوء عليها عشان أبين للناس الطرق المختلفة اللي موجودة لبداية بزنس طبعا هي اختصار للوقت عمر الإنسان قصير جدا يعني لو تبي تلحق ما تلحق عمرك ما أنت بواصل للأهداف اللي أنت بيها خلال فترة عمرك القصيرة ذلك امتداد دراستك إلى صق الموهبتك عند أحد الشركات إذا شتغلت وبعدين تنطلق العمل الاستثمار يكون هو الدافع لك أنك تنجح بشكل سريع ويش البزنس حقك اليوم لو بتعطي وصف مختصر ثم نرجع للمرحلة الدراسة وش درست وكيف نفذ اللي درست ثم كيف فتحت البزنس طبعا إحنا قطاعنا مواد بناء أغلب منتجات مواد البناء هي تضمها مجموعتنا الأساسية انطلقت وبدايتها أساسا من على ما يقولون من دراستي الأساسية اللي هي عمارة وعلوم بناء فإحنا عمارة يا تصميمة تصميمة مثل اللي تشوفونهم الناس أو تروح المواد البناء فأنا أخذت الوجهة وصراحة يعني ما كان فيه تخطيط أنت لو تشوف مسيرتي الحين إذا تكلمنا لا يوجد تخطيط ثابت إلا مجرد أني وين ما يقدر الله أني يكون موجود تلقاني حريص أني أنجح في المجال يعني لا اختيار إلا الجامعة أصلا كان اختيار رغبة أنا كنت أبي حاسب زي أي أحد فعلا ترى شي عجيب يعني أنا إذا جيت أخذ مسيرة طبعا نتكلم 22 سنة بين طفولة ودراسة وبعدين عندك ثقل موهبة خمس سنين بعدين 17 سنة لأنه وصلت الآن 42-43 اللي هي عمل المجموعة لأنه وصلت الحين للي حنا وقفين عنده تجد أنه التنقلات إذا جيت هوجس فيها ما أجد أنه في شي خطط له على أساس أنه يصيب هذا الهدف يعني مثلا العمارة كنت أنا بحاسب قبلوني بالعلوم لأن نسبتي ميب زينة نسبتي كانت 89 وكان معي والد أخوي أنا وياه في نفس المرحلة كنا في الثانوي هم أقبلوه نسبته قليلة فأكلم فلان يلا شوفوا من تعرفون ويلا أنا قبلوني بالعلوم ورحت أحضر اجتماع المستجدين حقا العلوم وهو جاء معي دق علينا واحد في كلية العمارة قال تعال لأن أبوه ما شاء الله كان خريجوا لو زمله وأصدقاء قال لا مر علينا بن حاخا نشوف فأنا جيت معه فالله يرحمه توفى الدكتور خالد العهلي شافني قاعد وولد أخوي يختبر يختبر عمارة فقال لي أنت ويش وضعك قلت والله أنا مقهول بالعلوم أنا مبسوط فأروح حاسب قال تدري ادخل معها اختبر واستخر ترى العمارة أزيل لك من العلوم قل طيب أوكي تشوف أي فرصة تجيك وهذه جزء ترمي من الأشياء المهمة في حياة الإنسان أي فرصة لا تقولها لا اسمع تجرب ما عندك قرار الآن أنا دائما أقول إذا ما أنت محدود أنك تقرر الآن خل المجال مفتوح لك فدخلت واختبرت معه دخوي تفكرت قلت حين أنا بالعلوم وهو بالعمارة وإحنا كل عمرنا نروح بسيارة واحدة ونجي بسيارة واحدة خلني معها كلها ترم وبنغل أحول الحاسب فسبحان الله يوم دخلت برسم وفن وشباب آكت وقاعات ومع بعض يعني يعني فيها فيها علاقات حميمية فانبسطنا صراحة انبسط مرة وكملت عد كل ما لي أروح للحاسب أناظر وشكادي زينهم كله انجليزي وشد في الدراسة والناس واقفة حتى كراسيهم بالممرات يالله يسمعون الدكتور أقل من إنسانية إيه ما فيه يعني فقالت تدري خلينا بالعمارة بس نكمل الحمد لله تدري سمع الله شديت سحيلي أخذت درجة مرة ممتازة فور بوينت أربعة فاصلة تسعة وعشرين مع مرتبة شرف ثانية ناشا الله شو أنا ما كان لي هدف أصلاً لكن يوم قدر الله أني أدخل هذا المجال شدي تهمتي ترى الهدف ما كان أني أشتغل بزنس ولا أشتغل بارك كان الهدف أني أصبح معيد أوه أي يعني الطموح كان معيد معجبتني الجامعة والدكاترا والأسلوب وكان حتى علاقتي مع الدكاترا كثير حلوة فلذلك كانوا يلا متى تخلص علشان إيش تصير معيد فسبحان الله أنت كنت ناوي تصير أكاديم أبداً أكاديمي وراتب معين وكذا هو تغصص جسمه؟ عمارة عمارة وعلوم بناء وش تعلمهم فيه بشكل عام؟ تعلم فيه الرسم هندسي ونتعلم فيه قطع مواد البناء والإنشاءات وش تعلمهم العمارة بشكل عام مختلفة عن كل قطعات هندسية بتاع كله تدرس كل شي تدرس إنشائي لما تروح لإنشائي يدرس فقط تسليح وما تسليحه لذلك ساعدتني هذه أو ساعدت أي معماري أن يكون عنده رؤية شاملة عن كل قطعات لكن ما عنده تفصيل ما يدخل بالتفاصيل الدقيقة يستعين بالناس زي طبيب العام والاستشاري تقريباً تقدر تقول كده حلو فتعاموا ربيت ما تتعاموا أبداً أبداً عندك الشيء أطلع على كل شي صحيح لكن سبحان الله حاولت أني أدخل الإعادة ما حصلت الوظيفة ذلك الأيام وظائف واحدة ثنتين وجلس فترة طويرة قلت تدري بدأ من يقعد فاضي خليني أدخل مع ناس يعرفهم ويقربوا اللي قتب أدخل مع انقطاع البنو مالبناء وكذا فسبح الله دخلت وعجبني الشغل بعد شوانا من يوم ما أدخل بشغلة تلقاني أغيص فيها فالحمد الله قعدت خمس سنين بالشركة شف المفروض رحت للإعادة هذه شركة هذه شركة دار الأركان أنت بعد ما تخرجت رحت للشركة رحت شركة دار الأركان لأنه أعرف مجموعة منهم وقلت لهم ترى قعدتي عندكم سبعين ثلاثة اللي أنت جيني للإعادة فسبحان الله غصت معهم ومسكت مشاريع لي ووصلت مدير مشاريعي أذكر حتى هذه الأيام كان عندنا مشروع القصر وكانوا ضغطين علينا خلصوا بثلاثة شهور قصر إيش؟ مشروع القصر اللي قصري من السلطان اللي شبرى هولا؟ مشروع ضخم هذا تقريباً 813 ألف متر فكان اللي نخلصه بأربع شهور اللي هو بنية تحتية وكنت أنا مدير المشروع يعني وصلت بعد خمس سنين أني أصبح مدير المشروع فكنت داخل الشركة بالليل وضغطين علينا مرة يعني ثيابنا معلق بالمشروع ما فيه إجازات ما فيه شيء يخلصوا بس فأولا داخل العظم المنتدب الله يذكره بخير عبداللطيف شلاش طالع طبعاً ناظرني يضحك كنت ووو ش عندك أبو تركي قال الله يعزكم رجلين قطين وحالة كحالة تدري كم قيمتك أنت أنا استغربت شف إلى حين دي راسخة بمخي تكلمت عن عن 20 سنة تقريباً موضوع هذا قلت ما فهمت أبو تركي قال أنت قيمك أربع مليار قلت والله ما فهمت قال أنت مشاريع اللي تديرها على هالحوز اللي بيك أربع مليار قعد تدير مشاريع للشركة فلما تصل إلى هالمرحلة أنا راتب كان 13 ألف عندهم يعني ولا شيء أقل مهندس عندهم لكن تعرف أنت وش قاعد تدير ولا وش قاعد تسوي ولا بمعنى أصح وش الثقل اللي أنت مسكته طبعاً ولا شيء بالنسبة لمجالك عشان ما يجو المجالي طبعاً 13 ألف ولا شيء لا لا على وقت نحن شوف مدراء مشاريع الآن ما في أقل من 120 ألف لحظة 120 ألف بشهر 120 ألف إيه بالشهر في مجالك إذا تكلم عن 4 مليار إدارة مشاريع هنا توصل 60 و70 إلى 120 إلى كثير دخلت مجال غلط أنا شكل على حسب حجم المشروع يعني على حسب حجم المشاريع وقدرة الشخص على إدارة المشاريع وش دور مدير المشروع دور مدير المشروع طبعا يوقع مع مقاوليين يدير العمل في المشروع هم ممثلة ما لكي أعتبار يصرف مستخلصات يتابع سير المشروع البرنامج الزمني اعتمادات السريعة والعاجلة فيعني عليك حمل مع أنت كل بالكل تقريبا تقريبا وهذه جزء من الأشياء اللي سببت لي مشكلة اللي هي الذاكرة الوقتية سلو يعني تقول لي اسمي مشهور يمكن بعد شوية ساكل ما يخارب هذه من المشروع فادتني فادتني بشكل ما تتخيل أنا أول مشروع استلمت أول ما بديت معهم قعدت أربع شهور بالمكتب الفني المكتب الفني يعني بالمكتب اللي ينعدل التصاميم مليت قلت للشباب طلعوني موقع قالوا وين أنت سعودي تطلع موقع وحر ومن خمسة لخمس قلت طلعوني موقع ما عليكم خمسة فجر خمسة أصر ايه من خمسة الفجر إلى خمسة أصر قلت أبت طلعوني ما عليكم وقالوا إذا بيمل ومن باتر بيمسك الباب ويتفكى على الله قلت ما عليكم أنا أدب العمري وفعلا مسكوني مشروع أذكروا باليرموك كانت ست فلال مسؤول لأنه مهندس معماري يسلموني تشطيب لأنه مهندس معماري له علاقة بالتشطيبات أكثر وبدأت فعلا بسيارة ينقل البراميل أوديها إذا إذا تأخر مثلا المورد ما جاب روح أنا أودي منهم السودع تكون في وضيحة ميدانية أكثر مكتبية لأنه بتعلم مليت 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 قاعد مع الرسام أراجع مخطط ما يقعد معي ولا خمس تكايق وبعدين كل وقت واش قاعد سوي ولا شيء أدور بين هالمكاتب مليت خلني أطلع أتعلم بس شوف يعني أنا اللي سويت ويمكنه وأنا دائما أقول لشباب إذا جوا عندنا بالشركة أقول قدر إمكاني إذا دخلت شركة استفد من كل القطاعات الموجودة تعلم يا أخي دارة مالية رحلموهم وقعد معهم تعلم تعقيب تعلم مثلا اي تي يقعد وتعرف عليها تعلم مثلا شيلوا علاقة بالهندسة وقطاعك بعد إذا كان عندك وقت لأنه لأنه أنا يوم طلعت وأنشأت شركة وصار صارت كل المعلومات عندي أنا بشركة دارة كانت وليت التعقيب كنت أدخل على الزملاء أخوياي مهندسين بالأمانة أجيب لهم أوراق أخوصهم أخوصهم بس علي بس الآن أدير يعني إدارة المتابع عندي والعلاقات وانتشارنا على عدد الفروع اللي عندنا قاعد أعرف وشنون أديرها وتابعها على أساس أني دخلت هذا السبب بالضبط اللي خلاني أبي أبدل حلقة في الجانب لأنه قبل حتى قبل كم يوم كان في واحد يستشيرني في بزنس في مجال معين خلنا نقول نفترض مثلا مجال مقاهي بسوي مقاه وهم ما عنده أي خبرة نهائيا في المجال هذا قلتوا طيب جربت اشتور مع مقاه جربتوا اي شي له علاقة في إدارة مقاه لا لا والله سوى الدراسة الجدوى وابدأ طيب يا أخي أحتك مع الناس شوف العمل وشيبون شوف كيف تعامل مع المردين ادخل في جول السوق هذا بيأقل الخسائر الممكنة وبيأقل المخاطرة الممكنة جرب تعلم وبعدين أبدأ لا تروح تبدأ على طول عزاس بس والله إنك تسوي لك بزنس يعني خليك بالبداية موظف وتحلم البزنس اللي أنتو حبه وبعدين شوف هل هو فعلا يدخل فلوس ولا ما يدخل فلوس هل هو فعلا مستقبل لك إنك تشتغل وممكن يصير مصدر دخل جيد بالنسبة لك وعائلتك وتقدر على ما يقول ضيع وقتك فيه ورحياني في بعض الاستثمارات أنا بعض الزمل إذا جوا وقلوا تراك أنت قاعد ضيع وقتك وقف ابد في طريق ثاني ترى طريق جدار مسكر قاعدت كل يوم تصدم فيه صح إلى متى لازم تغير أني أعتمد على سوريف اشتراحة سوريف توت صحيح وهذه جزء من المشكلة سوريف اكس لا الحماس الزايد شوف ترى المنظرين في الموضوع هذا أو بمعنى أصحاب الأعمال لما يجون في بعضهم يعني بعضهم يؤمن بالدراسات والتحليل وبعضهم يعني أنا آخر فترة سمعت الواحد رجل صراحة يعني قمة في الإدارة بدون ذكره سامي قال كلمة جميلة قال أنه يعني زيادة الحرص على مسألة دراسة المشروع هي تفقد كثير من مشاريع لذلك لا إفراط ولا تفريط العملية العملية أوكي يدرسوا صح بناء على خبرتك لأنه اكتساب الخبرة هذا جزء من الأشياء اللي تقيق المخاطر في مسألة تتخاذ القرار السريع مع ناس وكل يشاور يشاورني يشاور فلان على أساسه أنه يضمن أنه ما يخطأ هو التوازم بين المعرفة والتجربة ما تصير لا أنت معتمد عن المعرفة والبحث والأمور هذه ولا تصير أنت المدرعم وتروح تقول خلاص بجرب أنا عندي نائب الرئيس عندي بالشي يقول لأنا وياك تنقضين أبو عبد الرحمن قلت له ما فهمني قال أنا ديب يعني أنا داخل كثير في الدراسات والتحليق ولا يمكن يعني أقدم على شيء إلا لنتأكد أن هذه الدراسة ناجحة 100% أنت لا أنت إنسان تروح تشوف المكان تقرر أنك تأخذه ووش تريد تحط فيه وتسويه وينجح قال لفرق بيني وبينك أنه أنا هذا أسلوب عملي وطريقتي لهم ما كان ماشي نفسي مستوزيق صح؟ لا لأنه أصلا تقدر تقول أكاديمي أكثر تحليلي أكثر صاحب النظر صوريات وترى يختلفون هي أنت مالجائي من الميدان فات تقدر تلقي نظرة سريعة صحيح وهذا جزء من أشياء اللي زينة ومهيب زينة ترى برضا أحيان يعني مهيب زينة أنه كثير من الناس خاصة منظرة ما يعتبر بالأشياء اللي أنت قاعد تسويها حتى لما تجي تتكلم مع محللين وما محللين تقول لها مقدم طيب تسوي الدراسة طيب كيف دراءت المخاطر يا ابن حتى أشغال بالسوق 17 سنة أنا أعرف كيف أدخل وين أدخل وش أبسوي وخطتي للسنة الجاية طيب هذا سويت خطة احنا في الغالب في الغالب نسوي خطط ونجتمع لكن ما هي بالتفصيل اللي قاعدين نتكلم عنه ما هو بالديب التوازن زين التوازن زين صحيح أنا ما أقول لا هنا ولا هنا أنا من مع هذول ولا مع هذول لكن أنا أتوقع أننا ما نبطي في اتخاذ القرار لكنه فيه نقدر نقول محددات إذا عرفتها الرئيسية تقدر تتخذ القرار وما تقدر تهجز فكرة عشر سنين ثم ننفذ واحد ثانية تقول والله أنا كانت فكرة وأكثر مشاكل اللي وجهنا الناس إنه هبه شوف أنا مع عمري دخلت بحياتي فأسهم ما عندي محافظة يمكن محافظة اللي تذكر يكتتبون بالبداية هذا يذكر ما ذلك عندي كمسا مولدي أنا مع عمري أنا شيء طبعا إذا قلت أنا أماني أتكلم عن الأنا لأنه أنا الآن ضيف وقعد أعطيكم بدي عندي فعلى أساس نوضح النقطة هذه فشيء ما أمسكه بيدي أو لي سلطة عليه في مسألة إدارته لا يمكن أتطلقه وجهة نظر أنا نسهم يعني طبعا أعتقد أغلب الشعق يختلف معك الموضوع ذلك ما راح نناقش لأنه شيء مريح مريح مو بعله مريح بس يعني الواحد جزء من تنويع الاستثمار إيه بس ما يكون من الشخص ما عنده له هذا الشيء إيه بس ما تنويع أنا أقول بعض الأحيان يقول لي واحد طيب تدخل أسهم قلت عندك فلوس عطني آه أنا أجيب لك أرباح زي من الأسهم أنت متطرب شيء في الموضوع إذا لا أنا أقول لك أعطيك حسب أنا ما أقول لك أنت بس أنا أقول لنفسي من تطور البناء إلى أناقة التصميم ورفاهية الخدمات مع تمييز الموقع حلول سكنية مبتكرة ومستدامة مع شركة صفا المزيد في وصف الحلقة انطلق بالدخارك الادخاري خلصك من الديون يمنحك الحرية المالية لبدأ مشروعك بنفسك حمل تطبيق سيركليز طيب عشان ما نشطح كثير في السالبة كنت مهندس معماري أمورك تمام أفترض دخلك تحسن على مرور السنين وشغل لك تقول بطلع أسوي بزنس تطقيه تنوحد وطلعت من الشركة أنا أعجوني فيك أنك ما أنت بجايبه أنك والله مخطط لا هذي يا صدف تخبيص شوف في كلمة دائمة أرددة أقول يجب أن تكون يعني ذلك الشخص المميز في ذلك المكان الذي فرض الله سبحانه وتعالى أنك تكون موجود لابد يعني إذا جيت بمكان إذا دخلت عندك لابد أن يكون مميز سواء بهندامي بكلامي بأسلوبي بحديثي هذا جزء من ما علاقتها بالطلع؟ لا علاقة كبيرة أنك وينما تكون يعني أنت ما خططت لكن صرت في هذا المكان لابد أنك تبدع وتنتج على أساس أنك تنجح ما لا علاقة في المطاقة لا ما لا علاقة في المطاقة طبعا أنا في الشركة وهذه جزء من الأشياء ترى المهمة بعد الآن يريد الله لك أمر أنك تتوجه توجه وأنت إلا تقول هذا الزين لي وتروح هناك تلقى رزقك أصلا مكتوب هناك ما هو هنا صح فكنت والله صراحة لا أخفيك أنا من يوم ما أدخل يعني شغل مثلا يوم أشتغلت مع الشباب في دار الأركان منغمس جدا بالعمل وأفكرت لا بسيارة دي كان وجاوني قال تعال أنت ما معك سيارة وقعد طامر بسيارة خذ سيارة يا ابن حلال خذ مدري وش وما كنت أطلب كان هدفي أني بس أبني نفسي وهذا الهدف عدمتها بأطلع ما عندي تخطيط سبحان الله صار كلاش ما بين وما بين واحد وعزت نفس وقدمت استقالتي بدون وضيح بدون شيء قال لا شيء كان راتي قلت لك كان ذيك الأيام يعني حق شهر أنا ما عندي هلو وضع ابوه جيد الحمد لله يرحمه يرحمه وتنموت المسلمين جميعا لكن عنده على بيوت واجد وعنده عيال وكان تعبان ذيك الأيام وأنا وياه أصلا في خلاف أني أدخل شركة ولا جتني وضيف حكومية طبعا يوم طلعت قدمت مع أخوياي بعد بديوان خدمة وقبلوني قبل بيتنا مخرج تسعة وإحنا كنا بريان فرحت ونظرت الوضع لا ما أبدأ جوي أنا جوي أبي عادة أنا بشقة خلوني هناك أنا خلوني بالشركة اللي أن تجي لعادة فسبحان الله يعني يوم طلعت ابوه كان يقول لي ذيك الأيام خليك بضيف الحكومية ابن حلال وظيف حكومية أمان أنت من عرضت عليك كل أحلام الشعب أمان وظيفي وهذه جايتك وما دري إيش قدام البيت يا أبي أنا هدفي كذا يا أبي ما سمعت صراحة كلامه لكن خلال فترة مرضه يمكن بسرير رحمة الله عليه كان تجي قلت كان أول ما بديت خمسة ألف ثمانمية بعدين ستة ألف وستمية وستة وستين حتى ذي كلمة حطوه ستة 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 ودخلت على قلت شو حين طال زي ستات من يحصل له رقم ستات هذا الإقناع يعني مدير الشركة قلت يلا ماشي لين وظل 18 ألف وشوي فهذا طبعا يوم انتقلت من شركة أنا انتقلت بمجموعة شركات عندهم ف سبحان الله قدم استقلتي وطلعت يا الأسلوب أول طلعت 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 وش كان عندي يوم طلعت قاعدت تقلب الأمور ما عندي شي ذي كالأيام كنا بالشركة يوم كنا موجودين كنا أصدقانها ومدير شي اسمه التسويق ومدير الـ IT واحد معنا مدير المورد البشرية وأنا مدير تقطيع تطوير عملية عقارية قاعد ينسولف مثل جمعة الشباب باستراحة ها وش رايكم وش في بزنس زيون قولوا التسويق وما التسويق طبعا مدير التسويق عندنا لبناني ويعرف يبيع فالله يذكر بخير اليوم وما تواصلنا نويا فكانت تسويق وش رايكم قد خاص طلعنا اسم وطلع اسم وش الاسم اسم شركتي الآن المجموعة حقتنا مجموعات منزلت تسويق طبعا هو طلعها بالانجليزي marketing home group يعني يتبع اسم branding بس إذا قلبتوا بالعربي ما هي أضبط بقالة ما هي بجاية يعني فخلاص خلاص يلا هو اللوغو سوينا اللوغو طيب ما نحطه باسمه قالوا وانتي مساعد ما عندك لا سجلات ولا شي وانت سعودي طبعا هم كلهم مسعودين ما عنده هذا اللبناني قد خلاص أنا بطلع سجل باسم طلعت سجل وانا اللي دفعته كل شي بردت بوقتي يعني من ذيك الهيام وبردت ولا صار ولا شي والسجل عندي قصة 99% من الناس فجاء مرة مدري ايش صار بين وبين النقاش مع واحد قال لي وش رايك بلاطمة بلاطمة وش نبدأ وحلو البزنس ذي كان يمكن تبني بالقصيم أبوي على بداية تعبوا وإحنا عيال صغيرة فخايف علينا فقلت له يوبا مدري وشو قال لي ما يخالف أنت وخوالك ابنه فخالي كان يبي ابني وأنا بنيت بجنبه فسويت البيت وتسلفت من أبوي شوي وكملت البيت على أساس أنه يكون يعني نبيعه وكذا فعجبتني شغلة البيع وش رايك ترى بزنس قلت تدري عندي هالسجل بلشن فيه خلنا نبدأ أبد خلاص وش عندك والله عندي قرشين يلا أوكي رحنت وعينت ومدير مبيعات ومشت الأمور وبدأنا نطق طيق بس من بيم أنا مشغول بالشركة أنا شغلت شركة إلى هنا دار الأركان ني مرة مرة ما عندي وقت وقيل له أنا ما عندي وقت ولا ألتفت لك قبل ما تجي ايه فيوم طلعت أنا من دار الأركان طبعا طاقة هي خلاف بسيط بس عزت نفس وأنا تعبان وشايف نفسي وين ما أدير لهم مثل ما قلنا فجيت وطرعت وش أسوي وش أسوي قلت خروا لهم لهم الدكان اللي حنا فاتحينه وحنا رجعين شوفوا ماذا صار عليه يوم جيت الدعوة حوسة دعوة مهبة حنا طالع من شركة منظمة لها سيستم هذا بعد الاستقالة ايه بعد الاستقالة وبدأ يدي يعني دخلت إلا هالشي ينجح إذا دخلت بالشي يعني مثل قصة الجامعة داخل كده بس سبحان الله جزتي مش هترمر دخلت في البلاط وما البلاط وش شغلات وناظر منين نجيب كنا ووين وش قاعدين نبيع وليش الزبائن واقعد أداهم بالمحل وقابل الزبائن واشوف وبديت أدور بشارع البلاط وناظر وش الناس منين تجيب منين تروح شوي شوي من السوق المحلي شوي شوي من المستودعات اللي وراي شوي شوي جدة بدين نجيب بضاعة وبعدين حصرت فرصة أني أسافر ويجيب بلاط من الصين وهي ضربتي اللي بالبداية فالبداية كانت تركيز على البلاط بلاط بس لش اخترت البلاط تحديدا لأنه بدين بلاط أنا ورجال ذا قلت لك بدون تخطيط شفت واحد وبديت أبني رمي مغرامي كده قال له وش رايك وبلاط وهو مجالي يعني جز من مجالي وأنا بنيت البيت تصوره شفت شي كثير يعني شمعني البلاط قلت لك سبحان الله يعني قدر الله وما شاء فعل تعرفت على هذا يوم حنا نشتري بلاط عرض الفكرة أنه ترى بلاط فيه يعني فيه شغل زين وليش ما نبدأ وفيه مصانع كويسة وممكن نبدأ فيها هو شي زوي ذا هذا هو اللي شجعني أنه ندخل في الزاعة كم معاك في دراعة لا 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 كان يبيعني بلاط البيت اللي أنا بأ أوكي وكان يبيعك البلاط يبغى التاعد ويتوسع مثلا لو تروح محل مطابق تقعد تسول فنتوية وتبي تشري بانطباق لبيتكم وش يقول يقول والله مطابق فيها رزق وترى فيها ربح وزينة وممكن نجيب من دول كذا ترى حنا نجيب من ألمانيا ليش ما نجيب من مثلا سويسرا هم تعجبك تقول يلا قايشين بس رأني من الفاضل أنت كم أنت علاقة مع الشخص اللي بيع لك البلاط وبدأنا بدأ هو أنا ما بديت يعني بدأ أنه أتابع أنا مبعيد أنا خلت شراكة بفلوس هي لي السجل موجود حق خوينا ورجال موظف وبدأ يروح وأنا بتوجيهات بسيطة بس ما أنا ما كنت أصلا متفرق طبعا هي البدايات وبعدين جت هذه اللي هي التوتش البسيط وطلعت يوم طلعت وبدأنا جيت ونظر الأمور وصمعي بالنمور متعود عليها متعود شركات ونظام وسيستم وبديت طبعا خلفية خمس سنوات وهذه جزء من أشياء التنقل ما بين الشيشف الخمس سنين نصقل موهبة بشكل كامل خلال خمس سنوات في نفس القطاع ترى هذه تبني لك خبرة عجيبة لأنك انتقلت من قطاع اللي هي قطاع المقاولات في البداية شركة منازل بعدين طلعت إلى شركة دراركام بعدين انتقلت إلى قطاعات معينة إدارة المتابعة بعدين انتقلت إلى إدارة مشاريع بعدين فبنيت علاقة وصرت أنت من قداما فكل الناس يرجعون لك حتى لحقت على شركة تيرنر عالمية أول ما استعانوا فيها لحقت شركة تيرنر اللي بنت تبورج خليفة هي مؤثرة المالك في دارة كامل مشروع القصر دخلت معهم كلهم أمرأي كان وناس تكسبك خلفيه وخبرة خمس سنين كلها خمس سنين ماشاء الله كلها الحمد للنا شوف اللي بخمس سنين أنا أقول اللي يدخل شركات يطلع من خبرة خمس سنة بس أنه داوم وقعد ودخل وتلقف خليك ملقوف أنا أقول دائما خليك ملقوف مش عندكم مش تبوي نساعدكم في يعني جيد يعني بالأخير نرجع مرة ثانية نبي خلال فترة عمرنا القصيرة نسوي شيء ما حد سوى حلو فان دخلت من البلاطة الآن شبت الوضع حوسة وبديت وبديت أشتغلين وصلت إسبانيا وبديت نستورد من إسبانيا دعست مرة الحين البلاطة رحنا الصين وجبناه ضربتنا كانت بالصين وشلون صارت الضربة في الصين يوم رحت الصين بعد تشوف وصل فيه بلاط ممتاز بلاط رائع بس ما يجينا ما يجي عندنا ما أدري يمكن يمكن التجار الموجودين يعني أخذين التجارة أبا عن جد وهذا اللي وجدته بالسوق يوم بدخلته قطاع مواد البناء أو كل قطاعات إلى اليوم أعتقد أنه إلى اليوم لكن صار في منافسة الآن يوم دخلوا السعوديين الشباب بدأوا الشباب ينطرقون في عملية الابتكار في الأشياء الجديدة وهذا اللي بدأنا فيها هذه اللي نجحنا حتى في شركات تقنية دخلت في جانب البناء فبدينا نتنافس على مسألة ما نجيب الشي الجديد أول لا أنت كنت تشتغل أو أنا كنت أشتغل عندك فأنا تعلمت منك القماش وش اللي يمشي وما يمشي أطلع وفتح معها لجنبك واجيب قماش منك نفس كل شيء وأعرف أنه يمشي ما بيخاطر وجيب شيء ما يعرفونها الناس فحنا يوم دخلنا دخلنا مسألة المخاطرة ليست مخاطرة حنا أصلا مهندسين وأهل خبرة وكنا نشتغل بشركات مقاولات وعندنا نصق الموهبة واشتغلنا بالسوق وعارفين وش فيه بالسوق اللي هي الفترة اللي قطاعتها اللي وصلت إلى الجدة وبعدين سافرت للصين فأنا عارف وش فيه بالسوق أصلا عارف بلاطة بلاطة وين موجودة بالسوق وش فيه موجود وش اللي ينقص السوق فيروحت الصين ورحت المعارض وبدأ تلف قاد أشوف شيء موجود عندنا وشيء خلو بس الناس ما تتجرى تجيب لأنه غالي لذلك عرفنا حنا بالبضايع الغالية إحنا الآن أي واحد يقول لكم سعدي قفاري يبضع غالية أنا أقول دائما حنا صح بضاعتنا غالية لكن ما نجيب لازين مبغالية لش أن حنا نغلي عشان نربحها أكثر الحقيقة برضا فحنا نجيب الأفضل دائما لأنه صراحة أنا دائما أقول للناس أنه السوق من يبضع عتعبانة ما يبناقص سعدي قفاري يروح يجيب أبضع عتعبانة بعد فخلونا نمسك الجانب الزين على الأقل لأنه أعتقد أو أجزم أنه أغلب الموجودين يمارسون التجارة ما هو بسعوديين فهام أنا أعتقد أنه ما هو همه أنه نطلع بشيء واو ولا شيء جميل ولا أنه إحنا كمهندسين سعوديين يوم دخلنا في المجال قاعدين نثقف الناس ونصور بيوت ومثل ما قلت بيت قزاز من كل الجهات وسمعت فيها أنت وغيرك بدينا نحاول نطون نغير الفكر شوي ما هو بالغير عساس أننا مختلفين عشان ندارسين مهنتنا فقاعدين نوري الناس شيء هو هذا الصح لكن كنا نمشي هنقول غلط لكن تعدانا على ما يقول تعدانا يعني قاعدين نشتغل الواحد يبني بيته الشمال مثل بيته هلو بالملز ولا بيته هلو منفوحة يعني ما اختلف بس اللوكيشن شغل منهجي وشغل العمالة يتنقرونه عن بعض صحيح لذلك حنا قاعدنا ندخل في مسألة التطوير حتى على مسألة مواد البناء بدين من نجيب الجديد في يوم رحت كان أذكر البلاطة كان 30-45 بلاطة كبيرة تعتبر ذي الحين مقاس كبير في كل أيام قص ليزر تربة بيضة ما كان أحد يجيبها كانت تربة حمراء ما هو قص ليزر وبلاطة عادية يوم جبناها أربع كونتنارة طارت بثواني ناشاء الله أي بثواني يعني خلصت بشكل وربحنا منها وعززتنا يعني خلينا نتنفس صراحة ثلاث سنين من دخولي في المؤسسة أول يوم كانت مؤسسة كانت صراحة مرهقة أنت بتحدي أبوك يقول لك ليش ما دخلت يا تعبهن بالحكومة والحين شف طلعت وما أدري إيش لكن الوالد ما كان يدري أصلا طلعت والتنقلة دي إلا أبا نجح وشلون ما أعرف لكن لا بد أنه يعني ما في شي مستحيل كل الناس إنجحوا فلان نجح فلان نجح بس هنا عشان شوي نربطها في اللواقعية شوي مجالك عكس يمكن مجالات كثير موجودة في صلب احتياج كل الناس صحي فمن تبنت في شي مثلا والله ما بيقولوا مبرمج زيلا مبرمجين بس في مجالات كثيرة الآن اللي بتلقى فقط جزء من الناس محتاجينها بقي ما يحتاجونها مجالك من المجالات اللي كل أحد محتد عليها صحيح حنا وفقنا الحمد لله وفقنا الله سبحانه وتعالى إننا صرنا في المجالات الرئيسية أنا حتى الشباب إذا قعدنا نابل رئيس اليوم بتكلم معنا حنا وذا وكذا والمستقبل وكيف اللي هو النمو وما النمو قد يكون فيه مخلو تعرف يعني القلق اللي قلت لك اللي هو محلل جدا فقدوا عليش إحنا نشتغل بالأشياء الرئيسية وليست الأشياء الفرعية ولا أشياء الجانبية إذا فضح هذه عشان ما يجي واحد دارس ثقافة إسبانية ويحاول ينجح صحيح فإحنا الحمد لله وفقنا الله إنه دراساتنا أصلا أشياء الأشياء الرئيسية في شغلتين أساسيات عندني القصمان الزواج زين والبيت أنا طبعا أنا موليد الرياض وأروح للقصيم ارتباط بخوالي فإذا قعدت بعض الأحيان رحت يوم ولا يومين عشان أفروعنا هناك أقعد مع الشباب مع خالي والشباب سوالي فهم كلهم شباب 22, 24, 25, 26 كلهم يبنون يا استرحاتي أبيوت ومتزوجي هذه من الأشياء رئيسية عندنا ويبيعون شيء لا يجب أن يبيعون شيء لا هذه ضرورية تدري عاد دائما يعلقون على القصمان إنهم تجار ويحبون فلوس عندنا ثقافة موجودة أو بمعنى وصح شيء نتميز فيه عن ما نقول إحنا مويزين ففي بعض العوائل أو بعض المناطق وليست عوائل عندهم ميزة إحنا ما عندنا شيء اسمه عيب في مجال العمل هذه موجودة عندنا بتاتا أنا يوم إذا رحت للخوالي أنا منها للرياض أعتبر إنسان جاي للقصيم ولدي الرياض جاء إذا دخلت عند خوالي نشري كاراتين بسكوت ريكو ذولي ومن العصر نفتح باب البيت ونحط البسطة الخشب دي ونفتح ونبيع أنا اللي كنت مسلم البسطة أحب بيع أحب أعطي تحب تشتغل هم الدخل البسطة والله جمعت كذا قضية ما هي بقضية إنك بس إنك تمارس شيء مهم والعيال ألعبوهم بالشارع وألعب معهم بعض الأحيان بس إنه هذا جاي يعني مثلا تلقى العيال الصغار يدفون عربيات بالسوق الخضار هذا شيء ما هو عندنا عيب تلقى ترى في الرياض لو تسويها عيب ما يصير شو أنت والدفلان يدفع عربية بسوق الخضار ما مستصاغة لذلك هذه ساعدتنا في مسألة إنه نكتسب خبره حتى من أيام يوم حنا صغار ما بعد درسنا ولا تعلمنا عرفنا شو نبيع وشو ندف وشو نعرف وشو نباع مسألة فقط ممارست البيع والشرع هذه حتى اللي بالعربي ذي ندري وش أكثر لو تمسك واحد منها صغار اللي يدفون عربية تقولوش أكثر شي تدف ويقولك كذا وكذا وكذا راح تجيب مثلا وبعد يلعب عليك لا ما يلعب عليك يعلمك لا أنا قصي عشان تروح تجيب وتفيع ما قصي أنا جاي فيك يعني يقدر يدخلك من هنا وطلعك من هنا فأقول لك الحمد لله يعني نشتغل بأشياء أساسية حلو سألن نرجع أنا ما بدني أشطح على سالفة البلاطن تبديت البلاطن مشتوسعت له أثبتت النموذج تركيز على الجودة ممتاز أكسس سوق كان ممتاز طبعا شوف أنا راح تسبانيا بعلمك قصة ضريفة أنا راح تصير توني لقيت لي واحد جاي المكتبي يبيع بلاطر اسبانيا قلت تعال جابك الله همسكك أنا ما قد سفرت اسبانيا أنا ما سافر كثير أنا طلع الجواز يوم متزوجت بس ما سافرت رحت الشرقية قالوا أبويا حدك الشرقية روحوا وتعالق طبوا الجواز شو الصناع وقال خلوا بمقباتك فبالشرقية واربع أيام دق علي بعد أربع أيام قال تعالق وش عندك تطلع من السيم تفت جوز إيه هذه فالرجال يوم تمسكت فيه قلت له متى معرضكم باسبانيا قال حنا عندنا معرض بالشهر الفلاني من هذا هذا واحد جاني زين هو فلسطيني الأصل معجنسية اسبانية بيع بلاط دخل علي المكتب لأنه أنا بالمحل كل يوم أنا موجود دخل قال صانع اسبانيا متى قال لي بتاريخة فلان قلت حجزلي ما عرف حجزلي تذكره الله أني أذكر رحت من هنا لتركيا تركيا إلى مدريد وخط قطار إلى فالانسيا قصة طويلة يعني متعبة كانت تعرف الطيران ديكا أيام طبعا أنا حسبوني كفير فهي أتكلم قبل تقريبا يعني نقول خمس عشر سنة يا صغير يا صغير فنشفريقي خليش مويا خشر وشغر فوصلت اسبانيا الساعة الفلانية يقول يجيك الباص يأخذك للمعرض ففعلا كنت سبعة ونص أركب الباص وروح المعرض مثل الطلاب أنا كم معي لستة مصانع أعرف أنها بضاعة زينة وماشية أنا ما أعرف المصانع في اسبانيا فكنت أروح فدخلت على واحد من اللبنانيين قال لي هم طبعا أغلب اللي مسكين هناك الاجنت اللبناني الوساطة الوساطة وعندهم مكاتب وهم عن جنسيات اسبانية فقالوا لي فلان هو الوكيل فدخلت اليوم البوث اللي هو المعرض الوساطة بس للتوضيح اللي ما يعرف اللي يكون هو واجهة المصانع صحيح لأنه المصانع ما تتعامل مباشرة مع الناس السبب أنه ما يعرف أطبع الناس المناطقية كيف يوزع البضاعة كيف كيف ما يبيع ولازم يبيعك مئات كبيرة نعم مثلا يعطي عبد الملك وعبد الملك يصير وسيط ما بيني وما بينك على أساس أنه يعرف سوقك ومن نفس البيئة ومن نفس اللغة ومن نفس كل شيء وضبطوا الأمور وياخد نسبة من المصنع ما ياخدها من عندنا فجيت وقلت له هذا كرتي وهو قاعد هناك منسده أنا يلمنا هذا اللي مقطع أنا وياه مرة قلت تذكر يوم أجيك ونت منسده يوم أقول لك أشتغل معك قال ما عندي بلاطة بيعول السعودية ابن الحلال قال أنا عندي وكلة وموضوع مقفل كل ما رحت المصنع قال لي نفسي كرام أنه في وكلة بسعودية فيه مليان كل المصانع مأخوذة فقلت له عموما أنا بيجي كآخر المعرض أي شيء ما نباع الوكلة كعطني إيه تقدر قال لي ما عندي وشكلة قال لي ما ينباع ولا أخذه أخذه الموم جيته ما يقول والله ما توقعت يمساعد أنك تجي أنا الآن أكبر مستورد منه الآن ما شاء الله وكل ما شايفني قال أذكره قلت أذكر ذاكري يوم قال أنت عجز كنسة ذاكري يوم لا عش أنا علمك أني مصر يعني سبحان الله مش كاني ميزة هاجل عن البضاعة اللي هنا كم مصنع مشكلة مقفلة مصانع ما أنا قادر أخذ بضاعة كل واحد مسكر ثلاث أربع زباين بالسعودية وقاعدين يأخذون منه ويقولون لك مصانع كالس منتج مهرور توفر في السعودية بكثرة إيه بس أشكال موديلات يعني أنت أخذ موديل أنا أخذ موديل ذا يأخذ موديل ما في شيء يسمو مصنع بالحال وآخذه بس لا هذي ما كانت موجودة أغلب مصانع ما أودو يربط نفسه بوكيل واحد على أساس ما يصير في مشاكل وكذا فجيتو آخر المعرض قال ما شاء الله أنت لها مصرقة وش عندك منبع عطنا بس قال لي عندي الموديل هو والله أني أذكره اسمه أتريوم أتريوم بريلو وأتريوم مات مطفي ولمع قال لي هذا اللي باقي قلت له طيب عطني كنتينر 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 حاوية طبعا شيء مهم معقول هو استغرب الناس تأخذها 4-5 طبالة من التجار قال هذا أخوي أنا قوي قلت بس حطه بس ومعرك قال ما تأكد قلت ما تأكد سجل بس شكل ما يعرف كنتينر هو لا يعرف شكل ما يقول عنك ذا ما يدري شكبر كنتينر لا قلت له أنا داري قال ترى ذا فيها قلت ما عليك أنا عارف شاش تري أنا ببيين له قوتي وأنا ضعيف أنا جاي معي 300 ألف كل اللي جمعته خلال هاتتجارة اللي هي ضربة الصين هذي ضربة الصين وضربة جدة وضربة ما يعني اللي بقى من طبعا قصيمي غلب اللبناني هذي قضيم منه ترى قصيمي غلب اللبناني هذي قضيم منه ترى من سمع أنه عندنا هالقناعة قلت له أنا قاعد كده قلت له قلت له شف يوم قضيت منه قلت له أنا قاعد سبوع زيادة إذا تبي نزور مصانع ثانية عندك ترى أني جهز من أولا أنا أدور عليها رحينا به هو يدور علي لأن أنا رميت السنارة صدته هنا قضينا كنتينر كنتينر موديل واحد إنجن الرجال المهم رحت ونقلت من فلانسيا إلى كستريون المدينة اللي فيها المصانع واخدت لي فندق لا أحد يعرفني ولا أعرف أحد الباقيين التجار يجيه الإيجنت يأخذوا يعشيه ورجعوا يعني بريستيج وشغل أنا ما أحد يعرفني وأقعد ما غير أرسم حمامات وشنون أحسب الحمام أو الكمية اللي أبيها أروح حسب مساحة الحمام طبع مهندسة حسب مساحة الحمام غامق فاتح حزام أرضية وأضربها بثلاثين حمام أجيب حق ثلاثين حمام لأني ببيع كيف كنت تصرفها وصلا عندي معرض بطريقة الخارج حوله بس كان خلاص فيه عدد كافي من المشترين يمرون إيه عندنا كنا عندنا بضاعة قلت لك جبنا الصين ونجحنا ومشت أمورنا باقي الحين أدخل بأسبانيا ف جاء دق عري بعدها بيومين طبعا حين ينتي المعرض يوم الجمعة السبت يجازي ولا أحد يجازي دق عري ويوم الأحد قال ها نطلع يوم الأثنين قلت وجاهز ويأخذني يدور بمصانعه كلها ويدخلني قال هذا ما أحد أخذو هذا فتح لي المجال فهمت علي صدته هنا واخدت من هذا وقلت له طيب تعال الحين هذا اللي أخذنا منه كونتينان قوي قد يتنقص قال لعبت علي قلت لا ما لعبت عليك بس مو بهذا الحق يعني تبين أخذها وبكرة مني يقلب الفلوس هذه وقفت وقعدت من بعد خلني أبيعها علشان أعطيك فلوسها ونأخذ بضاعة ذانية اقتنعه طبعا فأذكره كل ما شفت وقلت له تذكر الأتوريوم تذكر يوم أنحب عليك تمانية تكتب نشرات بريدية متنوعة دكية وممتعة تخليك على الطلاع بالتخصص اللي يهمك والمواضيع اللي تشدك وتساعدك تكتشف اهتمامات جديدة تعرف على نشراتنا عن الحياة اليومية والأفلام والكتب حتى كوالي ستماعي اشترك في اللي ناسبك منها وتوصلك على بريدك مباشرة نترك لك رابط الاشتراك في الوصف فسبح الله انطلقت ماذي فيهم لأن يجيهم ناس كثير ضيعون وقتهم فكرته هون لا شف أنا أنا أقول الإصرار مهم والشخص اللي قدامك إذا شافك تلح 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 قال هذا عنده شي فمثل هذا قال ما توقعت لأنه دايما دف ناس ما يجون أنا جيت آخر يوم وقلت أبي وجيت لمي وخدت أصناف تدري بكم شريت يام قضيت لك رحلة إسبانيا طبعا رحت الإيجنت ثاني وثالث ورابع وخلصت معهم بعض الموديلات بعضهم نجحت وبعضهم ما نجحت شريت بسبعية ألف رجعت أقلب شو تقول في ثلاثمائة ألف ايه أنا معي ثلاثمائة بس شريت بسبعمائة بس ما بعد شحنت هؤلاء أنا حين بلشت أنا مدري شو نسوي سبعمائة تعلق بس شوي سلف مهنة سلاف وتأخذ مهنة ألمهم سبحان الله ربك دبرها ذا الرجال عطاني خمسين في المئة على الفواتير وشحال لي شلوها أنتك يعني دفعت خمسين في المئة وشحال لي شف إسبانيا فيها ميزة هم يأمنون عليك يا شركة عن طريق شركات تامين أخذوا منهم ثلاثة في المئة عليه هو مو بعدي أنا فيطلع بضع لو ما سددت شركة تامين هي الطالبك فطلع لي أشياء خمسين بالمئة وشياء مية بالمئة وغيرهم من المصانع نفسك كنا خمسين بالمئة ومية بالمئة فهو يأخذ حقه كامل من شركة تامين إذا ما سددت فهو ضامن حقه هو ضامن حقه عن طريق شركة تامين لو ما سددت يقدم عليك فقال أنت عامم معك بعطك خمسين بالمئة أي وخمسين لا لا ثلاثة بالمئة وخمسين بالمئة أصبر عليك المئة وعشرين يوم تسددها بعد مئة وعشرين يوم نضحها للمستمع شركة التأمين في حال ما سدت بيأخذون ثلاثة بالمئة لا هم يأخذون ثلاثة بالمئة بأي حال؟ نعم مثل التأمين على سيارة كذا ما صدمت بيأخذون النسبة حلو فهو يجي يقولش أنا أعطيك خمسين بالمئة تدفعها كاش وخمسين بالمئة أمن عليها عن طريق شركة التأمين لو ما سدتها تكون بالآجل نعم بالآجل لماذا أعطيك بالآجل من البداية؟ علشان تمشوا مركتوا هما أسبانيا يبيعون بالآجل الصين ما يبيعون بالآجل الصين إلي يومك هذا وحنا نشتغل وناس أقوي ما يعطون إلا اعتمادات بنكية الآن أسبانيا مع كل مصنع يعني مليون وخمسمائة ألف يورو يعني الأصل في أسبانيا البيع بالآجل؟ يبيعون بالآجل عندهم شركة التأمين تأمن طبعا لازم الشركة تكون معروفة طبعا شركة تأمين ما على طول تعطيك مليون يورو شركة تأمين أول ما يقوله شركة جديد يعطيك ثلاثين ألف يورو يعني مئة ألف ريال أنت اللي بسمانيا يعطي التاجر اللي هو فلان يسأل عنك أنا كل سنة يتصون علي شركات في الغالب في البحرين شركات بوساطة يسألون عنك يأخذون بياناتك ويسألون يعرفون موظفينك يعرفون عددكم يعرفون قوائمك المالية ترسل لهم كل البيانات على أساس شركة تأمين ترفع لك التأمين ولا تقلل طبعا كثير من المصانع الآن على حجم شغلنا وعلى حجم التزام يفتح لك شركة تأمين هل تشتغل فيها أكثر من دولة؟ لا بس إسبانيا اللي أنا شفته إيطاليا وإسبانيا بس هم اللي يتعاملوا مع شركة تأمين هل شركة تأمين هل تتابع أدائك من خلال الوسطة؟ صحيح على أساس أنهم يأمنون عليك وكم يفتح لك تاركت بحيث يرتفع تقييمك ويعطونك مجال أكثر طب لو نفترض لما سدد والمصنع رفع شركة تأمين قال لما سدد على طول يسول لك بلوك على طول بدون أي نقاش لا تقدر تشير أي شيء بلاجم ولو يرفع عليك قضية شركة تأمين ترفع عليك قضية والطال بكم فلوس وهي الوسيط ما بينك ويدفعوا للمصنع الفلوس قضيك ترفع عليك قضايا لذلك قد ما تصير إنسان ملتزم المصانع تريد تفتح لك مجال أنك تأخذ منها زي ما تحب شركة تأمين تريد تعطيك زي ما تحب التزامك مع الناس ومع التجار يخلونك يفتحون لك مستودعاتهم الآن أي تاجر سمعته جيدة لو أجلمك الحين أنا أقول لك ترى عندي 45 فارع وانت عارف عني أني أنا رجلة سدد وملتزمة واش تقول تقول بأي ذو حمام مستودعاتي كلها لك خذوا سدد لذلك جزء من الأشياء المهمة في التجارة قضية الالتزام لابد تبني سمعة في مسألة دائما ترى نسمع حن سمعة التاجر مهمة سمعته على أساس أنك تقدر تشتغل ما بسمعه على أساس أن الناس تقول يزينك في ملك والله صعير هذين يقولون أن تخلوا يبيعونك بضاعب الآجر ايه أنا أقول دائما التاجر الجيد التاجر الملتزم أقول لك تعالف تهلي أنا وش خلاني ينتشر أنا الآن وصلنا 45 فرع الآن قائمة وتشتغل وتبيع ترى بسبب شخص صار بينه وبينه موقف خلاني أدعس بسبب الفروع شلون؟ ذلك الأيام عندي فرع اللي بطريقة الخرج وبدأت أجيب بضاعة الأسبانية زينة وودي قلتها بصير مثل التجارة وأبيع جملة لأن بضاعة تلي اللي حين صارت بزء يعني البضاعة اللي أنا شارية هي خاصة اللي بالسعودية فقدت خلاص هذا مشهور عنده محل زين قدام بعد مثلا كيلو وأبعطي بضاعة يجي كم زبون يشتري منه وأعطي همش أتكاسم أنا ويك همش الربح تصريف بضاعة لك وأصير المصنع على بيل شوف حنا جزء من أشياء اللي نحرص نبيع ولا كثير من التجارة يبيع يبي يسوي راقم مع المصنع زين؟ فأنا ودي أبيع أكثر وأجيب موزعيني بيعون معي أكثر عشان أطلب منه مصنع عشان بكرة المصنع ما يروح يبيع غيري يلتزم يقول أوه والله مساعد جيد والله مشور جيد أبعطي بضاعة الأولوية الآن يوم بدأنا نبيع أكثر وش يجي إذا جيت أنا حين ندخل مصنع ما وكان يقول لي تعال آخر يوم يقول انتظروا لين يجي مساعد يختار بعدين الباقي يخذوه أنتم فأنتشوف أحد طرق زيادة السحب أنك تزيد قنوات التوزيع هذا لازم تحط سعر كويسة عشان تبيع أكثر لابد تحط قنوات توزيع أكثر لابد تكون يعني عندك أسهل يبتسويق عشان تبيع البضاعة مبعشان بس أنا أربح المصنع فاتح ثمه وبعد يبي طلبات يقول لك تعال عطني طالب ولا بشير منك الوكالة ولا من ما أعطيك ترى تدري بعض الموديلات يضعطون إياها ستة شهور بعد ستة شهور ماذا يقول لك؟ حبيبي أنا جاني مشهور بيشتري بضاعة نفسها أنا ببيع ما لي علاقة فيك لأنه لأنه ما قاعد تسحب مرة ثانية ما قاعد تكرر موديل وقفته أنت عندك لمدة ستة شهور أنا بفتح الموديل أبيع أنا عندي ستوكات وعندي مصاريف لازم أبيع أكثر صارت لكم بضايا واجد كذا؟ كل مصانع في الغالب ينتظر متى نحن كل سنة نهاية سنة يجي يقعد معك المصنع وقعد يكثف يدون وقلت تعال وراك ما حق يتليه تاركت نحن نبيه تاركت نبيه نرتفع نبيه مبيعات لأنه لذلك مو بس هن الزبون اللي يضغط علينا هن اللي يضغط علينا حتى المصانع في مسألة أننا نبيع أكثر طيب كيف أبيع أكثر أسوق أكثر أقدم سعر أفضل للزبون أغلب الناس يعتقد أن التاجر يربح مئة بالمئة وذي كان اللي كلام فيها باليوتيوب مئة بالمئة ومئةين بالمئة لذلك أغلب الشباب يوم يفتحوا وشلوا وسكروا ليش؟ لأنه بقناعة ونه قاعد يربح مئة بالمئة ماذا اللي يحس بالتجارة ربح مئة بالمئة؟ كثيرين اللي يعتقدون إلي يومك هذا يزيني ويشوش المئة بالمئة كثير من الناس يعتقد أن التاجر وشف بالتعليقات أشوفها التاجر يربح مئة بالمئة، مئةين بالمئة طيب خلونا نجي ونشوف الشركات المدرجة بسوق الأسهم ونمسكها واحدة واحدة وقوامها معلنة أغلب الشركات يحاول تكح وتطح ويدورون من بس يقومها صح؟ وفي شركات ما شاء الله قاعد يتحقق بس ما توسط يعني اللي شاطر شاطر يحقق 25% أتكلم كهامش هامش الربح؟ أنا أتكلم صافي هامش الربح أنت اللي لو حين تشتغل بالأسهم تدخل بشركات على الأقل تحقق لك يعني مثلا نقول كم أنتم بالأسهم من برعياسهم؟ بالسنة أن تكون شركة منطقية لها تعطيك أرباح تقريبا يعني عاطني عاطني تقريبا يعني تكون بالسنة الله ما يحذرني لأنا أتبعت أصلا طريقة استثمار عامية اللي هي اللي يسمونها دونر كوست أفريجينج اللي بمعناتها أني مدرش ترجمتها اللي هي اختار مجموعة شركات من مجموعة قطاعات حط فيها مبلغ ثابت كل شهر أوكي لشان ما قد أفكر هذا طلع حنا ننزل هذا طيب ممتاز نهاية هالسنانت لوجه أقول لك كم هامش الربح اللي يتبيه على فلوس حلنا نقول يطلع لي 10 أو 20 بالمئة مثلاً نقول 10 بالمئة 12 بالمئة حلنا نقول الشركات الممتازة رائعة ممكن تحقق 20 22 23 فهذا الرينج اللي حنا نتكلم فيه في مسألة ربحية التاجر ترى عنده بضع راكدة بضع ما تمشي عنده هدر عنده تكسير عنده ترى الستوك مصيبة ترى المخزون بالنسبة حتى للماليين كارثة أنا بجيك على إداة المخزون الحين بس البلاط استمرته عليه في البراند الأول نسينا نكمل قصتنا على مشهور اللي ياخذ مني بلاط وش اللي خلان نتوسع إلى 45 فرع يوم جبت البضاعة إسبانية وش خلاني أتوسع يوم نرجع للموضوعنا الأساسي راحت قاعدت أدور ناس أعطيهم بضاعة علشان يبيعون لقيت مشهور وعطيته بديت أجي المشهور يا مشهور سدد يا مشهور بعتلك بيعتين ثلاثة سدد الله يرحم والدينك طيب طيب وعبد الرحمن طول بالك علينا بالأخي جيت مشهور بعد ثالث شهور بعد ما أتعبني في مسألة السداد قلت له خلاص يعني طفح الكيل سدد خلصني يكرم مبلغ ثلاثين ألف يعني حنا ذي كريام نطقطق ثلاثين ألف عشرين ألف أشياء بسيطة يعني جاء سوى شيك همس بإذن المحاسب سوى شيك وعطانيه خمسة عشر ألف نظرت وقل خمسة عشر ألف شنون مشهور قلت يا حمد ربك يا ابن حلال حمد ربك يا حسين اللي يجيك خمسة عشر ألف أنا طارت عيوني أنا الكلمة دي شفت شلون أحمد ربي حمد ربي أنا بس حقي ما يصير بعدها تبتعطي أحد أبضاعه وكوفقنا بخمسة وفعين فرعة طلعت ما شاء الله بديت أركز على مسألة أني ما أعتمد أني ما أعتمد على الناس ما أعتمد على أحد لا لا أكيد أكيد شوي شوي بدأي أن نستهدر في المناطق الرئيسية رحت الشرقية تدرس السوق أكثر من مرة شوف المناطق الرئيسية عندنا رياض جدة شرقية هذه المناطق الرئيسية الكبيرة الرياض هو الثقلة الرئيسية أربعين إلى خمسين في المئة مبيعات الأعلى في الرياض بعدين تجي منطقة شرقية طبعا شرقية عندك دمام خبر حسن وقوة الحسن بقوة الخبر والدمام ترى مجتمعه أهل الحسن عندهم عادة عجيبة أنا يضراح أنا عندي ثلاث محلات سيراميك بالحسن ومحلين إضاءة وزي عددهم بالخبر والدمام تقول لي ليش التركيز على أهل الحسن أهل الحسن عندهم اكتشفتنا عندهم عادة عجيبة أنتم محيزة جلعيد وش تسوون بالبيت أنتم مشهورين زينة لا أهل الحسن يغيرون بلاط كسرح حمامات ويتنافسون بالمجال هذا لذلك أنا أجي أقول وين يروح البلاط يا جماعة أكلم البائعين قالوا أهل الحسن يبلطون الجدراء يسوون مدري إيش ويغيرون وسوون ديكورات كل سنة في الغالب يعني أنه هذه عادة عندهم أنهم يغيرون حماماتهم يكسرون وسوون في العكس الله يدعهم خير قصمانهم والمستبيتين بس أنت قلت لو روح رح تشرقية أدرس سوق وش تدرس أدرس أشوف المناطق الشوارع اللي فيها محلات بلاط أشوف من فيه من تجار شف وشلون تعرف أن منطقة هذه قوية ولا لا أول شي تعرفه عدد سكان كم منطقة الشرقية يعتبر عدد سكانها كبير اثنين رحل الشوارع اللي فيها بلاط مثلا أو فيها إنارة طبعا حنا بلاط إنارة بعدين صحية بلني بندخل القطاعات أجي أشوف من فيه من التجار موجود يعتمد إذا التجار نسميهم التجار اللي ما لهم أسامي ما لهم برندات محلات فاتحة صغيرة واللي يديرونها يعني ناس ما هو سعودية في الغالب يعني ولا هب ملك السعودي فأعرف أن السوق ضعيف لأنهم بضعة رخيصة فلما تجي تلقى أسامي كبيرة من التجار اللي نعرف اللي يستوردون ترى عدد اللي يستوردون قليل ما هو كبير أغلب الناس يعتقد كل هالمحلات من أول ما تمسك طريق خارج ترى يستوردون 6-7-8 تقدر تقول ذكر أسامي أو لا؟ صعب معا ما مودي أقول ناس وأنسنها الصراحة فهذول اللي يستوردون إذا شفتهم موجودين كشركات كبيرة يعرف أن السوق قوي ما وجدوا لا وبعضهم تلقي عنده فرع وفرعين وثلاثة فتعرف أنه في قوة وتشوف حركة الناس بالمحلات الناس طالع وداخل وفي حركة يعني بعض المناطق نروح لها شارع ضعيف ما في ذا فبعدها هنقرر أن نفتح ومهم جدا نوعا ما بعضها هنتعطي كم واحد تثق في موديلين ثلاثة أربعة تشوف أداءه أداءه كويس يعني أنت لو عندك محل مثلا نقول جوالات وعندك كم اجراب حلو جايبوا لك تقول والله بعطي ثلاثة أربعة محلات الشرقية وثلاثة أربعة محلات ما أدري مثلا أبهات وتشوف أين قوة السوق أنت إذا بحق أبهى سحبه قوي وموره زينة تروح تشوف هل هو يعني الشطارة فيه كبائع ولا في الموقع ولا في طريقته ولا في السوق إنه بشكل عام قوي أعطر اعتبار السوق في مجالكم في مجال لأنك تعطيه مواد وتختبر وتشوف السحب كيف إذا هو والله قاعد يسحبه منه ما أجد تشيك ليش السحب ذا زاي صح هل هو سبب أنه المنطقة فيها عدد سكاني فيها قوة شرائف كذا فممكن نتوجه ونفتح لنا إذا كان السوق قوي لذلك عرفنا الأسواق طبعا أنا عرفتها ذكريام أنا كنت أسحب من أخوان السوريين هم اللي مسكن التجارة فكنت أجي وأخذ منهم بضاعة أقعد بعض أحيان ساعتين ثلاث ساعتها تقهوانوا إياهم شاهي أشوف البضاعة اللي تنزل وتطلع تروح وتجي والمن والوين أكثر أسواق كانت الحسى اللي بالي كانت تروح لبضايع عشان كذا توسعت كثير جدة يسحبون منها بضايع الرياض سوقها قوي القصيم سوقها قوي أبها سوقها قوي ففهمت بعض أحيان تروح للأسواق تشوف ليش أهل الحسى عندهم عادات معينة في مسألة التغيير أهل جدة شف جدة كجدة ما فيها قوة القوة بالضواحي اللي حولها المناطق اللي حولها عندك شو اسموها مكة عندك الطايف عندك المدينة ترى معتمدين على السوق كثير هي تعتمد على الضواء يعني المناطق اللي حولها على مسألة البيع فهي منطقة رئيسية وحتى التوصيل للمنطقة إسبانيا علشان توصل لك للرياض على ميناء رياض تروح توقف في الدمام وبعدها تركب القطار الكنتينارات وتوصل وين توصل الرياض يبيلها ثلاثين يوم جدة سبوعين إلى عشر ايام فأسرع في مسألة التوصيل يخلون مستدرعاتهم الرئيسية وين بجدة هم اللي يبدون ينطرقون يوزعون إيش وضيعهم على كل المناطق يفرق السبوعين هذي الفرق؟ أي يفرق يفرق بلا أنت عارف أنت عندك ميزانيات وعندك مبيعات سنوية وعندك السرعة مهمة حتى الزبون طبعا كلامنا إلى الحين على البراط ووش لا نتكرم عن كل شيء طبعا وين بعد البراط وين توجهت الوش والضبط؟ طبعا انتشرنا على مستوى إنشاء فروع في المناطق اللي يقلنا وشون قاعدين نتوسع فيها احنا انتشرنا بعدين وقفنا إلى درجة أنه خلاصوش بعد البراط طيب أوكي مبيعاتنا هذه ووضعنا هذه مهما توسعنا يظل أنه السقف الأعلى اللي وصلنا له هذا دخلنا بقطاع جديد قل له قطاع لي نارا قطاع لي نارا ما كان مخطط له ترى قطاع لي نارا يوم جينا ندخله رحت أنا بجيب البيتي نارا لأنه سوق لفيت 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 ما لقيت شي جازلي فأنا أروح لصين بعض الأحيان أنا انقطعتها لصين فترة لأنه بلاط كلهم نجيبهم من إسبانيا قلت خلي بروح قل لي في واحدا هناك عارفوا من الزملاء مبطينا عنه وقلت خلي بروح ومنهن تمشى واخدتهم مع عبد الرحمن ورحنا وفعلا دخلت مدينة الإضاءة هم عندهم مدن طبعا رئيسية كل مدينة متخصصة في قطاع معين فرحنا لمدينة إضاءة وبتيت أشوف أشياء نفسي كلام ماذا مدينة الإضاءة؟ مدينة إضاءة هذه مدينة فيها مولاد ضخمة كلها إضاءة وش اسمها؟ اسمها كوجن كوجا؟ كوجن كوجن يبجن بكوانزو تبعد عنها ساعة أغلب الناس يعرفون كوانزو من كوانزو فوشان فوشان مدينة السيراميك بعدين نجي على مدينة الإضاءة صح؟ يعني مسألتين سواء قلت لي ليش ما جبت بلاط زين من الصين البلاط الزين اللي بالصين هو بسعر الإسباني أنت قلت لي تواجهة نقلت ضرب معك جبت لي هذا بس أنه سعره مو بغالي مرة بس دقيلة أخبطت قلت لي أنك جايب الضربة حقتكم؟ صح بس أن بضاعة يظل لأنها زيادة 10 ريال عن سوق السوق كان نبيع بـ 13-14 أو بمعنى صح 20-25 نحن نبيع بـ 45 فأنا جبت البضاعة من الصين جبنا بضاعة ذي بس الحين نجي نقارنها بالبضاعة الإسبانية أنت تقول ليش ما جبت من إسبانيا ما جبت من الصين ليش ما استمرت بالصين أنا فهمت أنك سرت أول شيء من الصين ما درحت الإسبانيا بس أنه ليش ما كررنا مرة ثانية من الصين هذا سؤال مرة مهم ليش؟ تدري ليش؟ لأن البضاعة الزينة بالأحجام اللي بيعونها الإسبانيا المقاسات الكبيرة هي قريبة جداً من أسعار إسبانيا فأنت إذا جيت كثاجر تجيب صيني ولا تجيب إسباني بالأخير تبيد معهم بنفس السعر بس هذا مسوق نفسه له اسم إسباني فقلنا خلونا نقل لأن إسبانيا قلنا نقل لأن سمعة الإسباني والأوروبي مهم مثل السمعة الصيني لأنهم مضروبة سمعة الصيني بناءًا عليه على الناس اللي قاعدين يجيبون صيني ويضربون سمعة جيد فرحنا للإضاءة المدينة إضاءة وبديت أخذ البيتي وكانت ذكرية العمارية لسه بادية تنبني فجبت إضاءة البيتي اللي تقريباً قضاء عظم وجبت زود للعمارية فركبت ببيتي وجوه الشباب وزاره مهندسي وناظره وما شاء الله وسط النبات الزينة ومنه وإنشاريها قلت والله جايبها من بره طيب عندك نبي قلت والله عندي بعت اللي عندي بمستودع ما بعد خلصت توها فقلت يلا بيع وجيب أطلب ليك مرة ثانية فبديت أطلب وكل شوي قاعد أطلب وبيع الواحد بره القطاع لمبة وش بتغير أنا يعني ممكن أجي أشوف لمبات فيها تدرج من الأصفر للأبيض الاسبت لا ذا الصغير هو العيش والملحق البيوت سبت صغير ذا الفريم الألمنيوم ووجواته لمبة سبت من أسوء اختراعات البشرية لا لا بالعقس هذا من أفضل اختراعات البشرية والله صحيح مزعج لا مزعج لأنه لأنه أنت على الهولوجينة القديمة ما دخلت على اللد هون نرجع لنفس القصة أنه نبي بضاعة رخيصة واللي دارجة بالسوق ونقول إنها تعبانة أبعطي كلمة برسلك أنا غرفة واحدة بس ليش أنا غرفة مبعلا لش أن ما أعطيك البيت كله بتكي غرفة عشان تقارن ما بين غرفة وغرفة كم عندك كلمة بالغرفة صحيح أي أما جمس مثلا لا لا مثلا حتى على مسألة العدد والتوزيع والتوزيع الناس تكثر وإحنا دائما كموجهين نقول لا أقللوا ولا تكثروا بس وش تفرقى هيا أنا شوف لمبات من أصفر أو الأبيض وبعدين أنت كتاجر طب ووش اللي يصرف كهرب الأصفر أو الأبيض عادة دقق لا علمني أنا أعتقدر أبيض يصرف أكثر شلون أنت عاكس لآية بالعادة الأصفر هو اللي يصرف الناس فهمين جواب عشوائي جدا جميل الأصفر الأصفر لأنه كان الهولوجين القديم عبارة عن اشتعال فتيلة والفتيلة ذي خمسين واط فتصرف أكثر ثم بعدين طلع اللي هو اللمبة البيضة سيد اللي قاعدين عليها هذه أعتراك تاريس اللي قاعدة في بروزن لا لا أنا علمك فطلعت هذه اللي هي النيون يسمون هذه ما تصرف كهرب فعرفه أن الأبيض ما يصرف والأصفر يصرف لكن باللد يوم طلع اللد اللي هو الاختراع الجديد طلع لا هذا في فرق ولا لي فرق يعني نفس بعض إيه بس أنت الآن من ناحية كبزنس جاي الآن جو خياء كلهم عمريين صح إيه جو عندي وبدأت بيعهم جو ومدحوا اللمبات وبدأت بيعهم إيه وبدأت بيعهم بس ممكن كأنها لمبة مختصة طيب طيب ليش ما أعجبتهم لأنها ما موجودة بالسوق ونرجع نفس قصتنا السابقة إيه وش اللي هو اللي موجود بالسوق هو نفسه اللي كنا متعودين إننا نعرفه يعني لو تدخل محل لبيع اللمبات تلقي عنده الفريمات هذه الدائرية تلقي عنده عشر رنواع بس أني عدت سيغط سوالي بطريقة ثانية فاهم والله سوالي كيف تضمان إنك جاي بشي فعلا يرغبه المستهلك مو بشي بس خويك المعماري فاهمه ممتاز أنا قلت لك أنا جبت شي ما موجود بالسوق وأعرف إنه له قيمة مضافة لإني أصلا أنا مهندس وفاهم إنه هذا الشي لو جبته بيضرب ضربته يعني بيصير هو الترند لكن الناس الثانين ما يعرفون عنه يعني ما يدرون قاعدين يجبون اللي متعودين علي فهذا اللي خلاني أروح يعني خلاني ذيك الأيام أروح أضطر أني أسافر وأروح أتقضى وأجيب بس ما كان الهدف تجارة بس فعلا يوم شفت إنه شباب منهبلين على فريم لمبة بس وقاعدين يشترون يعني استغربت أنا لا ما في موجود ولفينا السوق وكل واحد يقول غريب اللي مموت لا جيد أغاديك تجيب لنا فخلتني وشه قلتني يا جماعة هذه فرصة خلونا ندخل قطاع الإنارة فرحت أرسلت واحد من اللي أنا آثق فيهم وأعرفهم تخلي يقبل مضح لا 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 واحد من الأقارب فأرسلته مهندسه قلت له رح يدرس لي سوق الإنارة رحت حطيته هناك وخليت الشخص هذا اللي آثق فيه يأخذه ويأخذ جولة ومسح كنت تدرس السوق بصين بصين كنت تدرس السوق بس وش يدرس وش سوي يدرس يلف يشوف المحلات يثقف نفسه أبي يعرف بس ما عندي مشكلة ارمل لك عشرين ألف مصاريف وخليه بس يدرس السوق ويجي وخليه يعطيك اللي عنده وأنا عندي أساساً أنا عندي خلفية كاملة عن وش أنا بوجه بس أبيه روح يشوف فجاء الرجال والله الوضع هذا هو قلت له ممتاز وجهته قلت رح للسوق المحل لف المحلات شوفوا ش فيه وش اللي شفت هناك وش الفرض وبديت أنا آخر يوم جاء الطلب رح تنويه رح تنويه سوي أوردرات رح تنويه واخدت محل أنا في مكان بالتخصصي مكان مميز وبجم محلات نارة ورح نجبنا أول إغضاعة وبدينا ننطلق في المساء وش اللي ساعدنا في مساءة إضاءة أنا أساساً مأسس منزل السراميك منزل السراميك فيه الآن كادر فيه إدارة موارد بشرية وتقنية معلومات وفيه إدارة مثلاً فيه إدارات كلها فيها إدارات الأساسية اللي تحتاجها عشان تدفل مبيعات والأمور ذي كلها نعم تدفل النشاط وتطلعه بس باقي إنك إيش تضيف هالقطاع كم موظف ومعها مدير ومعها مدري إيش ويبدون ينشون الآن أصبح من أكبر القطاعات الآن فيه 22 فرع مخازي إضاءة فيه عندنا 18 فرع منزل السراميك وبعدين جينا للمرة ثانية قلنا وش فيه قطاع ممكن نضيفه وش فيه ممكن شيء يعني وصلنا إلى أعلى رقم مبيعات في السراميك وصلنا إلى أعلى مبيعات في الإضاءة توسعنا في أغلب المناطق الرئيسية اللي نعتقد فيها توسعنا في الخليج رحنا لإمارات فتحنا في أثاث فروع رحنا الكويت في الإضاءة أو في السراميك في الإضاءة أو في السراميك قطاعاتنا كلها موجودة في الإمارات في الكويت إضاءة فقط فتحنا في عمان كل قطاعات قطر إن شاء الله افتتاحنا بشهر عشرة سبعة عشر بإذن الله أيضاً يعني محل كفير أنا أجيك على موضوع توسع بس خلنا على نقطة الإضاءة أنت سبق ذكرت لي أنه عندكم ستة ألاف منتج عندنا كأجم شف ستة ألاف منتج إضاءة إضاءة فقط ستة ألاف بنت شوف بنود الإضاءة كلها قطع سلاك وقطع ذي وذي تركب على ذي يعني لمبة تسبوثي اللي ما عجبتك عبارة عن فريم زائد لمبة زائد هولدور هذا لي ثلاث قطع ثلاث قطع هذا بس تخيل عندنا طبعاً فريمات هذه يوم أقول لك أنه ما عجب الشباب جبنا منها الآن يمكن عندنا فوق المية وعشرين صنف وإحنا أول ما ندخل التقنيات الجديدة وهذا ما مميزنا بمخازيضة أنه بدأينا نجيب الانتقلير مثلاً ما تقول أنا ياخد توجع عيوني أنا عندي لمبة وانت قاعد ما تشوفها شغلها والإنارة منورها لكن ما تشوفها بالسقف محولت جزء من لمباتي كده كلها شو اسمها؟ شو اسمها هذي؟ كنت تختبرني لا لا لأنه قاعدين نثقف يعني قاعدين نوصل رسالة أنا راح تقول تابيس بوت مخفي يا سلام هو اللي ضد التواهج يسمونه ضد التواهج ضد التواهج فهذه الثقافة اللي قاعدنا نطلعها هنا إضاءة ضد التواهج مثلاً يعني نحاول الفلكر ويش هو الفلكر؟ التموجات الضوئية إذا شغل جوالك وحطيته وقعد تتصور في مكان تلقوا ويأشر كذا هذا عدم استقرار التيارة كاربائي في اللينارة فيسبب فيها تموجات إحنا مثلاً في مخازي ضاءة زيرو فلكر يعني ما في تموجات تصور ما في أي تموجات وهذه جوز منها تسبب صدع للشخص اللي فيه صدع نصفي هذه مصيبة بالنسبة له تسبب أرقل اللي يقرى كثير ويقعد عند اللينارة هذه اللي فيها تموجات لأنه عينك ما تشوفها لكن عقلك يراها فتتعب أيضاً السياراي سياراي درجة وضوح الألوان تحت إضاءة يعني إحنا أنوياء قاعدين ومشي السياراي؟ السياراي أنوياء قاعدين ثياب الألان بيضاء الإضاءة تبين حقيقة لون الأشياء يعني مثلاً الأحمر الأورنج الأشياء هذه تطلع نقاوتها حلوة الإضاءة الليد مشكلة لأنه أول ما طلعت صار فيها مشكلة أنه ما هي تدخل بيت باهت البيت ما هو حلو أغلب الناس بدوا يشلونها يحطون إضاءة هوليجينة القديمة بيستصرف كهرباء بيطلع حرارة لين بدوا يطورون فيضاءة الليد من اللي يطوروا حنا بدأنا إيش ندخل نرجع نفسها حنا فهمين موضوع هذا بدأنا نشتغل عمصان لا عندنا مشكلة فيضاءة الليد طورونا مسألة وضوح الألوان بدأوا يرفعون من السياراي إلى وصل 95 قريب من ضوء الشمس ما بلون أتكلم وضوحه فاللون يختلف نور الشمس ترى فيه تدرجات من الشروق إلى الغروب ما بين الأورنج إلى الأبيض اللي تنزل فهذه مجموعة ألوان في شمس بس يبقى التحدي كيف توصلها للمستهل يا سلام مع المصانع تبدأ تضغط عليهم على أساس أن نتحقق هذا الرقم وبعدين تبدأ تثقف نحن جزء من عملنا تثقيفي البعض يقول تسويقي هو تسويقي وتثقيفي مع بعض يعني ربي يرزقني ورزق مني يعني ما يقول حج وبع سباح زيان فهي نفس المبدأ قاعدين تثقف ونعلم الناس وش المخاطر من وراء هالشي المنتج الموجود وأيضا قاعدة أنا أجيب لك منتج جيد هذا سبب اهتمامك في محتوى السوشال ميدي صحيح تثقيف اللي هو مبدأ التثقيف ونقل المعلومة الصحيحة وكيف ممكن ننطور على أساس أننا نستحق حنا كخليجيين أننا هذه عادة بجيك بركز فيها لاحق بعد الإضاءة وين بعد الإضاءة حنا لقينا خط ثاني في مسألة أدوات الصحية جزء من قطعاتنا بعد قطعات مواد البنى حنا قلنا سيروميك بعدين قلنا إضاءة جزء من الأشياء اللي ممكن ندخل فيها ونبيعها تحت فروعنا اللي هي قطاع الأدوات الصحية فبدينا في مسألة بناء الأدوات الصحية وانطلقنا ما دخلنا لا إنه نقدر نبيع بفروعنا شوف جزء من الأشياء اللي لازم تهتم فيها إنك في محلك وش تقدر تبيع أكثر شي أنت فاتور تبرت فاتورة مشهور وزدت المبيعات الشهرية قاعد أغطي أنا مصاريف أكثر فهمت أنك إضاءة حطت معا لا ما بضاء إضاءة ما دخلت معا أدوات صحية بعلمك أننا حين دخلت كم قطاع فيه السيروميك دخلت معه أدوات صحية لأنه اللي يشري بلاط يشري مع أدوات صحية دخلت معه مضخات وممضخات لأنه جزء من أدوات صحية منتجات مكملة تكون يا سلام دخلت معه مثلا غراء تركيب البلاط دخلت معه دسكات لقص البلاط دخلت معه الصلايب الفواصل حق البلاط دخلت معه مواد تنظيف البلاط لأنه أغلب الناس يعانون من تنظيف البيوت بعد انتهاء من البناء وكلها قطاعات مكملة ليش؟ علشان إذا دخل زبون يشتري كل شيء من عندي طبعا هي بثقافة تجهول مكان واحد عشان تشتري شيء هو هم نحن أنك إذا دخلت مكان أنك تشتري كل شيء يعني بأعلى قيمة فاتورة ترفع متوسط الفاتورة يا سلام متوسط الفاتورة على أساس أنه فعلا نحقق مبيعاتنا يتشار جيد وحتى تكرار الزيارات للعميلي يرجع لك أو يجيك للشراء ثم يرجع للاكسسورات والنظافة فإحنا قاعدين نفكر شفت الي يصفن كده ويقعدي يفكر أنه وش أضيف مثلا في محلات منزل السراميك وأقدر أضيفه على أساس تكون قيمة مضافة يعني مخاز إضاءة وش أضفنا لها؟ أضفنا لها منتجات الفلاتر حق التنقية الهواء أضفنا لها منتجات ذكية مثل لمبات الأبجورات مثل أضفنا لها مكانسة ذكية مكانسة العادية أضفنا لها مفاتيح وافياش أضفنا لها يعني كثير أشياء أضفناها القطاع الإضاءة اللي إذا دخل الزبون يقدر يشتري الأشياء هذه وأقدر أحطها في الفرع فقد ما عبيت فلان القفار قلت أهلا وسأل أنا والله لا ما عرفه لكن منعي للعام لكنه جاء ودخل عليه قال والله ودي أستشرك فاور قلت سمع قال عندي كافية في المنطقة فلانية وعندي مشكلة في الإيراد وعندي مصاريف عارية قلت طيب تقدر تقلل مصاريف؟ قال لا بعض الأحيانة تصل مرحلة في مسألة بإذن الحقي ما تقدر تستغني عن أي أحد موجود كمصاريف يعني فاتورتك ما تقدر تقلل منها مثلا بعض الأشياء ما تقدر خاصة أصلا أنت صغير توك بادي فما في شيء ممكن تستغني عنه قلتوا طيب وش الأشياء اللي ممكن تضيفها للكافية علشان تزيد قيمة الفاتور والزبون اللي يدخل 30 ريال النبي يطلع 150 ريال قعد تتناقش أنا وياه على مسألة ممكن تضيف مخبوزات تضيف حلة تجيب منتجات مثلا أسع منتجة وتضيفها تزيد كمية البيع مثلا أنا إذا دخلت محلي وش كل يوم بصول للناس بلاط كل يوم بيعرف الناس على بلاط لا ليهموا علفهم على بلاط أعرفهم على موات تنظيفة أعرفهم على فواصل تمد أعرفهم على مادة بديلة غيرها أعرفوا تلقى عندي محتوى وعندي محل أقدر أبيع أكثر فقعد توجه التوجه أنه زد المبيعات عشان تطفئ الخسارة بعض المطاعم اللي اشتهرت في نقطة اللي يجي تطلب مثلا وجبة منها دائما يسألك حق الكاشير وهذا جزء من الأشياء اللي يزمون الكروس سيلنغ والأب سيلنغ صحيح فهذه جزء من الأشياء بعدين قال لي شغلة قال لي طيب تدخل معي قلت أنت جيت شف هذه ترى مرة مهمة الناس تفهمها قلت أنت جيت للإنسان الخطأ قال ما فهمت أنت ولد عمي قلت أنت ولد عمك بس ما عرفك لا لا بس ما عرفك ما عرفك قال لي يا طيب وإذا ما عرفتني قلت ما أؤمن بك قال ما فهمت قلت لابد أنك تبحث عن شخص يؤمن بك يؤمن بقدرتك يؤمن بإدارتك يؤمن بمصداقيتك يؤمن بقدرتك على إدارة هذا العمل رح للشخص اللي يعرف أنك شجردي علشان يقول هذه الدراحم يلا هشتغل مثل ما طلعت من دارك أنا طلعت زعناه من دارك ما معي قروش ما معي شيء ولا شيء وبوي ما بيقول له أصلا أني أنا ما معي شيء يقول لي كل عمر يقول لك يدخل الحكومة وانت معيه بس أنا كدوري أسأل 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 المستمع يمكن المستمع يقول طبعا أنت الآن طلعت من دارك وانت عمر بيوته ومرك تمام واضح أنك ميسور جميع صح هذه هي النقطة فمعك شيء أنا أمطلعت معي شيء حتى رفعت لهم قلت طيب مكافأ شيء والله رفعت رأيس مجزارة خلوا يسمعني العين قلت لهم مكافأ شيء والله ولا جاني ولا شيء لا مكافأ ولا شيء ودارت بسمع ليش دقيقة عشان الصندوق زين الله يرحمه لقيت تورقة اللي كاتبها تسعين ألف من ضمن أشياء الدين علي موقعة هذه علي تسعين ألف عايز أنا أبني البيت زين فهو باقي البيت يعني ما في شيء طبعا ما في شيء يعني فهمت ما في شيء بنا البيت ذا كريام ولا يعني الأرض خدناه بخمسة واربعين ألف ما أدري والله بخمسة ألف والله نسيت والبنا طاقطق يعني بالقصيم مهم مكلف العمار وخالي يعرف ناس أه نقولك أنا سألني أبع المستمع داري فقالت لك طلعت أمام شيء وصعبة أقول لأبوي أنا ما عندي أنا ساكن طبعا ثلاث عشر سنة ساكن أنا متزوج سربت ثاني جامعة وعندي بنت ماشاء الله أي الله يحظه ذي كريام يعني ووضع يعني وطلعت بالشركة وقال عندي شيء فالوضع شوي أول ما طلعت تجوى الناس المؤمنين بي تعال أنا عندي شركة بك تديرها شلون قال عندي الشركة حقتي بك تديرها لأنني عارف أنك شقردي وتخلص ليش لأنه من جهدي خمس سنين الناس تعرف منه هذا الشخص اللي يأدي هذا أحد فايد الوضايف تختلط يعني كنت تكون شمكة من الناس اللي شايفين شغلك اللي شايفين شغلك ويؤمنون بك هذا هو والد عمي اللي قلته ابحث عن الناس تؤمن بك حلو طب لأنه نمشي على براند براند والمنتجات حقته طبعا من وين جبت ثلاثمائة ألف أنا ما قلت لي هو الرجال اللي آمن بي هذا واحد منهم جاء قال تعالي أنا مستعدة أول شي قال لي تعالي مسك شركة قلت اسمح لي قال أي شي تبي تدخله أنا معك بس نتفكر أنت ارتاح الحين وبعدين نتفاهم وفعلا يوم جيت أقرر ندخل ذكريان بالبلاط على أساس الدعم علشان ننطلق قلت له والله عندي البزنس هذا ودي أنطلق فيه عقب ما دخلت أنا بالمحل يوم أقول لك عن الرجال هذا اللي كان متابعه وقلت بأنطلقها بأدي شي تبي كل ما حتاج شي دقيت عليه نحتاج مبلغ تدفنا فيه خلاص يعني نتكلم عن ببالغ وسيطة على أساس أننا ندف والحمد لله نطلق نهو مش هات الأمور حولو خلنا نمر على البراندات اللي عندكم الآن بشكل عام لنودي أختم بنقطة مهمة فيها عندكم حقبة السراميك شو اسمها عندنا منزل السراميك مخازن الإضاءة هاتش أدوات صحية هاتش مكتب الهندسي منتجات فيكسر اللي هي المكملة للبلاط عندنا منتجات فيلا مواد إيطالية تنظيف البلاط عندنا منتجات لا إله إلا الله خلنا بضغط مكيفات بعد ايس بير شركة مكيفات هذه اللي لسة حنا استحوذنا عليها وبدأنا ننطلق في قطع التكييف طيب تقول لي ليش دخلت في قطع التكييف التكييف من الأشياء الرئيسية نرجع نفس القصة أشياء الرئيسية في بلداننا في الخليج اللي يكون استغناء عنها ومن الاستثمارات اللي للأسف إلى الآن ما خدمت بالشيصة وش قاعدين نسوي شركات تكييف كل الشركات تكييف الموجودة الآن في المنطقة تركيب مكيفات ولا استيراد مكيفات اللي هو البراندات اللي معروفة وناس تجي تركب وناس تسوي صينا في شيء جديد وش تبغيك من قبل في أشياء كثيرة لما أسافر أنا دوري ترى إذا سافرت الآن كرئيس تنفيذي المجموعة مني بأروح مع مدراء قطعات أشوف وش قاعدين نسويون أنا متولي قطاع تطوير العمال يعني رئيس تنفيذي ومدير قطاع تطوير العمال أطور أعمال أجيب أشياء جديدة أفكار جديدة ليش؟ خبرتي السابقة فادتني كوني أيضا مهندس ودارس هندسة فأعرف المباني وش تحتاج أنا إذا رحت الحين دول أوروبا كل الأشياء اللي تعرض في مسألة التبريد والتسخين كله تسخين أنظمة التسخين ومياه قاعدة تدور في البيت وأنظمة ما عمري شفت أشوف أنا قاعد دوخ راسي طيب ليش ما عندنا أنظمة التبريد أنا حين كل ما رحت المصنع وقاعدت وقعت وقلت نعم شي برد خلي تسخين ده خلو على جنب ليش ما نقلب التسخين تبريد مثلا تسير تبلرد البراط مثلا برد الأرضيات موجودة ترى مهمة وجودة بس ما شفتها تسخين 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 اللي هي المواصير يا سلام مواصير موية ولا عن طريق الكهرباء ولا عن طريق هذه اللي هي يسمونها دفايات الصفاج هذه الحديد يحطونا بس حنا نستخدمها عن طريق الكهرباء ونستخدمها عن طريق الموية الموية جزء من الأشياء المهمة مكيفات شنقصها؟ مكيفات شنقصها؟ أنا ما أتكلم ليش حنا فقط مركزي عن مكيفات ليش ما نجيب أنظمة ثانية أنظمة في حلول تبريد في حلول تبريد ثانية سواء مواد عزل سواء تبريد بأسلوب مختلف نظام النظام التبريد مثل اللي بالحرمين تراوي النظام عبارة عن مياه مبردة بأنابيب تروح وتبرد وترجع مرة ثانية تبرد الأرض؟ تبرد الأرض تبرد الجدران تمشي عليها مراوح وتبرد ما هي تهوية؟ هو تهوية عن طريق مواصير باردة لا نقصتي ما هي مكيفة نظام مياه مبردة يمشي من خلالها الهوى فييجيك هوا بارد فأنت على الفكرة ايش فتحت مكتب هندسي؟ ايش تقدم خدماته طيب ممتاز مكتب الهندسي يشميك العيش ونقول لكل المهندسين الآن اللي يسمعوني لا تحاولون قدر الإمكان تدقون بباب صعب انك تطلع من خلاله أغلب ونقول لكم من الآن زملاي تعرفون هم المهندسين المبدعين لكن مصدر دخلهم ليس من المكاتب الهندسي مكاتب الهندسي ساعدتهم لتكوين علاقات مع أناس استثمروا معهم في تطوير عقاري استثمروا معهم في مطاعم استثمروا معهم في أشياء أخرى فتاها هتلهم مجال لعلاقات وش مشكلة بزنس الكاتب الهندسي مكاتب الهندس مهما قدمت خدمة هندس شوف المجال الخدمي مهم مجال مربح كثير أنه على أساس أنا قدم لك خدمة يلزم أن أجلس وأرسم لك الرسمة وعدها وقع ثلاثة أشوار عشان طلع لك حتى لو أخذت مبالغ اللي يقولون عنها البعض أنها مبالغ خرافية مبالغ فيها يظل أنه الخدمة اللي نقدمها إحنا أكلف بكثير علينا لأنه مهندسين غاليين الناس اللي تخدم هالمجال الناس مهبر خاص والإنتاجية عندنا إذا أنا بقدم لك مئة وعشرين لوحة ومئة وخمسين لوحة مفصلة بالتفاصيل اللي ترضيني أنا كمعماري محترف كمخطط كمخططات أنا أعطيك كتيب في تفاصيل التفاصيل فأعطيك إياه هذا بالنسبة لي يكلفني كثير من وقت ثلاثة شهور إحنا متعودين على مكتب تروح جنب البلدية ويعطيك كتالوج تختاره منه ثلاثة أيام عدلك المخطط ويقدمه للبلدية عشان كذا تلقى بيوتنا زي بعض وبيتنا اللي بالملز واللباء الروضة واللباء الريان هو نفسه اللي بالشمال الآن قاعد يتنفذ للأسف هذا اللي قاعد يصير بس ليش أنك مهرب أنت قاعدنا نثقف الناس نقول لهم يا ناس غلط أني أخذ بيتي مثل بيت مشهور مثل اسم قطط أنه ما يوكل عيش لأنه مكلف جدا مشاريع تاخذه طويل وهذه المكاتب حطوا له اثنين ثلاثة مستقدمين يخلصون مخططات ويأخذ خمس تلاف على المخطط اللي يدخلوا ببلدية وتعقيب والفين ريال المكاتب تتجارية التجارية يخلص له بس سنة ألف أنا ما قدر يخلص لي بس سنة ولا ستين على أدائي المكتب الهندسي المكتب الهندسي يسبب لي نقلة نوعية فيما أقدم وفي العمل التجاري شلون أضاف لي لمسة الفنية كثير من التجار يجون يقول والله مساعد يا أخي دخلنا محل أدوات صحية حقك فن ما هو مثل محلات أدوات صحية المعتادين عليها اللي طريقة التركيب هي نفسها واسلوب الخلاط نفسه حين لو تدخل محلاتنا ويشوف اسلوب طريقة عرض الأدوات الصحية تنبهر ما قد شفته بحياتك يعني وش اسلوب مختلف لا طريقة تثبيت وطريقة تعليق وطريقة الذا ونحط السايز المقاسات يعني السباك إذا جبته تقوله ترى هذه طريقة تركيب يصورها ويروح ينفذ أحط لك الألوان وشلون أليتها طريقة ذا يعني حتى اللي ما يفهم بالأدوات الصحية إذا جاء شاف فهم فهو مكتب الهندسي مكتب الهندسي يعني تكال المكتب الهندسي ساعدنا في إظهار جمال منتجاتنا للناس للبيع اتجاه يعني قصتي مكتب الهندسي ما يقدم خدمة للناس بره بلا قدم بس قليل لكنه في الغالب ساعدنا أنا تقول طيب ليش ما تقفلوا يدامك ما تستفيد منه أنا أقول لك بريك إيفن قاعد يغطي لي مصاريف لكنه مساعدني في العمل التجاري أنه يرفعني إلى مستوى أعلى يحسن تجربة فروعكم يا سلام بشكل كبير أنا جوني كثير حتى إحنا وقعنا كثير عقود مع شركات يبوننا نسوي لهم النقلة اللي صارت عندنا بفروعنا كثير وقعنا لا أريد أن أذكر سلام لي ما استأذنت منهم فجوني قال له مساعدني بي يعني شركات كبيرة عندها فروع من تشرف في العالم محلات ملابس محلات أواني محلات كذا جوني قال له نبغى وسوينا لهم أنه جمالية التنفيذ كثر ما أنه إظهار جمالية إظهار المنتج بالطريقة اللي أنت بيها وتوصلها لا هو المقصد اللي فهمته على أقل أنك تظهر المنتج بطريقة تسهل علي أن يتخيل كيف يتنفذ صحيح أيضا فيه أشياء احنا دخلنا فيها وهذه من ضمن القيمة المضائمة مثل ما قلت لك ضد التواهج أنك ما تشوفها فالأدوات الصحية احنا رحنا جبنا خلاط خلاط اللي يخلط موية حارة باردة للشطاف هذا ما موجود ثلاث قطع جنب بعض مكلفة وحجمها كبير علشان يخلط الحار مع الباردة علشان يجيكم الشطاف حولنا سوينا قطع صغيرة هذا قدها صممناها وخليناها تتنفذ وجبناها وجبناها للسوق انبسطة والناس قالوا أنت اخترعت شي صراحة كنا نتمنى فبدأنا حنا ندخل باحتياجات الناس اللي مين متوفره مثلا الشطاف اشتغلنا على الشطاف تضغطه يصير حاد ولا ناعم حنا عندنا تلفة كذا بس يتغير الفلو حقه من حاد الى ناعم الى تقعد تتفنن فيه هاي مجرد فكرة بس ترى ما هو باختراع وفي كل البراندات لو بجمع الآلية نفس الآلية نفس الآلية بضضبط اللي هي تروح تشوفوا شفيه بره صحيح تستخدم خبرتك انك تعرفوش الاشياء المنتجات زيني ما بيد الناس يستسهلونها بعد راح الصين يمنى الحلال لالفكرة انك تروح الصين ولا السوق اللي مشهورة فيه البضاعة هذي تقضي وقت كافي هناك حسب كم تشوف المدة الجيدة انك تقضي وقت دراست السوق هو المعارض مثلا خمسة ايام وتقعد بعدها بعد تزور المصانع حلو فالخلنا نقول سبوعين ثلاثة زيني نعم سبوعين ثلاثة تقضيها تفصفص السوق فصفصة اعتمادا على خبرتك في المجال اذا عندك خبرة فيها وبعدين تشوف هوش الاشياء اللي ممكن تقدمها تطرحها للسوق وتبدأ تستورد منها والافكار ايضا اللي حنا موجود عندنا نحتاجها كخليجيين او كمسلمين نضيفه ونقول المصنع طور المنتج عشان تعدى الصينيين فيهم ميزة انه على طول يطور يعني تعطيه الفكرة خمسة ايام ستة ايام يقول لك تفضل المنتج الاوروبي لا يقول لك هذا اللي عندي السنة الجاية ان شاء الله نحاول نطلع لك شي ما عندهم القدرة الصيني لا عنده ما شاء الله تطلع مع الشارع عشرين مصنع يمين عشرين مصنع يصار تمشى رجلية بينهم ودعمت طبعا براندات هذه كلها ان جمعت تحت اسم محطة البناء طبعا نشوف موضوع البراندات هذا موضوع مهم احنا ما اتطرقنا له احنا في الإضاءة سوينا براند خاص فينا تقول لي ليش طيب ليش ما تجيب من مصنع مباشرة مثل السيراميك سيراميك وخلاص منتجاتك حتى لو تتواصل مصنع ما يعطيك واثنين اسموا قوي هل أنت تشرط انه ما يعطي أحد هو هذه دائما أنت والمصانع حتى لو بدون توقيع تقول له أنا تعطيني مثل ما تقلنا أنه تعطيني هذا خاص فيني وبعد ستة شهور إذا ما كررت يروح يبيعوا غيرك بس هذه بحقها طبعا لا لا ما في حق لا لا ما في أجل تشترط صحب معين اي صحب معين وعدد إذا ما كررت ترى من حقني أبيع مرة ثانية كأنها وكالة تقريبا تقدر تقول بعضها وكالة عامة على المصنع وبعضها وكالة على إحنا ما نحرص على وكالة العامة لأنه ينزمك تأخذ المصنع كله فمصنع كله فيه الزين اللي ناسبنا وناسب بيئتنا فيقول هذا طالما أني قاعد تسحب الغدر هذا كل ستة شهور أمورك تمام ملتزم معك نجي على الصين الصين مشكلاتها ما تحميك يبيعك يبيع تبطعش يبوح بحد ما عنده مشكلة فيبيع الناس كلهم فلذلك احنا نتعب ونطور منتجات مثل لمباتان تيقلير ومثل اللي ضد التواهج مثل شطافات فيها فكرة معينة رحنا بنين براندات خاصة فينا هذا بالنسبة لنا متعب جدا ترى تبني براند تبني من الأساس سمينا إلوس براند الإضاءة إلوس كشعار نشتغل تغليف نشتغل طباعة مواصفات نشتغل على مسألة البراندينج يعني اللي هو العلامة التجارية وتسويقها يعني ما هو زي لما روح أنا واجيب مثلا بضاعة من أوسرم أوسرموشي براند إضاءة واجي يبيعه أنا هو مسوي كل شيء وتعبان بس أنا دور يأخذ وبيع واخذ الهامش الربح وانت الموضوع والسوق يعرفه يعرفونه قضينا لا أنا بديت أبني براند من جديد بديت أحط مواصفاتي تسويها مع المصانع سينية مع المصانع سينية بديت أنا أجيب اللمبة هذي تقول لأنا عندي اللمبة أقول لك تعال حط لي السيارة 95 عطني مثلا بدون فلكر أحتاج العمر الافتراضي اللي هو للضمان يكون مثلا خمس ست سنين وأعطيه مواصفاتي كلها إذا عطيته هو ما يسوي لي التغليف أنا عندي فريق عمل عندي بالسعودية هنا يروحون يسوون التغليف حقه قال ليه الكرتون تصميمهم بعدين رسلهم يطبعون وبعدين نجي بس يعني ممكن الحين إيلوس في السوق موجودة بإسم سولي لا لا خلاص لمسجلة مسجلة علامة تجارية في العالم كلهم مسجلينها إيلوس فبدأينا نبني براند حاول أحد حاول يسرك لا 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 تشوف مسألة ما أنا ما عمري فكرت بالأمور هذي أبدا لذلك منطلق ولا أنا بقعد كثير من الناس يشغل نفسه بالأشياء هذي مسجلين علامة تجارية في كل مكان في العالم في أوروبا مسجلينها في الصين مسجلينها في هونغ كونغ مسجلينها مسجلينها في دول الخليج كلها فما أنت بقعد تابع الموضوع ليس بقصتها تابع قصت أنه منطلقين رايحين داعسين يعني ما إحنا بقعدين نلتفت وراء هذا بس ما مهم موجودة طبعا الناس مشغولة يبنى حلال هلو فأنت ليش مسويت براند واشتغلنا عليه وبديناس الآن تدخل الآن عند نحنة مثلا مخازيضاء هذه وكيلة هي اسم ما أخذ إلوس إلوس اللي تاخذ بضاعتها مخازيضاء بالسعودية وبالخليج طبعا إلوس هذه الآن لها معرض بالصين أخذنا معرض بالصين إن شاء الله افتتاحه يوم 21 عشرة تبتدخل تابع براند إلوس من ضمن المول شفت المول الكبير ده دخلته أنا أم عبد الرحمن قبل 17 سنة داخله بشري حق الإضاءة فالآن أخذت أنا معرض فيه 600 متر فيه مكاتب وشو روم وشو بيعرض هذا هذا بيعرض منتجات إلوس اللي هي منتجات مخازي إضاءة اللي موجودة هنا كلها معروضة بالبراند الأساسي اللي قاعد ينطلق للعالم كله هو نفس مثل ما قلنا أوس روم فليبس جناخ إلكتريك اللي يديرها هكيد حطينا مدير صيني حطينا فريق عملي تابع حطينا وبدأنا أن ننشأ الفريق كامل على أساس أنه يدير وشي بيسوون هذولا إحنا السعودية قاعدين نشتري مباشرة من المصانع اللي حنا نشتري منها خطوط إنتاج وننتج منتجاتنا وتغليفنا وكشي هذا المحل بيفتحنا أسواق ثانية بيفتح لي ناسنا يجوني من جزائر من ليبيا من عراق دول عربية طبعا لأنه ارتباطهم معي بالسوشال ميديا لا لا صاير يعني فيتواصلون معي دائما ببعض نحن نبي نفتاح نبي العراق نبي ليبيا نبي الجزائر نبي المغرب نبي مدري ايه طبعا فكرة ذكية تكون متواجد في المعرض اللي التجارة روحون لشي يدورون منتجات بحيث يبدون لأنه أنت أنت تورد من مصنع هذا طبعا تورد برضو يا سلام عليك فالحين وش اللي صار أنه تعال أنت من ليبيا تبي توقع معي أوكي وش الوضع حقك والله أنا تاجر وعندنا محلات كذا عندنا ثلاثين محل ماذا ولا خمس محلات عندنا تجارة كذا حجم مبيعاتنا كذا هذه فروعنا هذه روح نزوره أمره تمام حسين أن الرجل ممكن يخدم ضاعتنا يقول له تعال تفضل روح للصين أنت عقدت مع شركة في الصين للمعرض هذا لا 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 أخذنا المعرض وجبنا مقاول بس هي شركتك في الصين شركتي في الصين شركة المجموعة القروب حقنا كيف جراء تفتح شركة في الصين والله سهل ماهو صعب شب الصين فيهم فيهم مميزات يعني أنت لو تبتنشأ مصنع في الصين ما يطلبون منك ولا شيء أول سنة ولا شيء تسوي سجل تجاري واستاجر محل يدخل عليك مثلا مراقب يقول لك أول ما يناظر أنه ما تمت سنة ما يكلمك يطلع سنة بعد سنة إذا مشت أمورك تمام رح قدم أوراقك وضبطوا أمورك ما مشت أمورك سكتوك على الله ما يبون يضغطون عليك في البداية وانت وكبهدي وهذه ميزة طرح في الصين في الصناعة شيء من لا غرامات ولا شيء ولا شيء ولا يناظرك قلت لك ما يطلب منك أي شيء سجل تجاري بس عشان يعرفون أنك فاتح وعقد أجار ولا يبون منك رخصة مزاوط واللي في المحل ذا يقوم بدور الوسيط طبعا تكون عن المصانع محل التجاري استاجرناه من المول وأسسنا شركة في الصين حنا عندنا شركة في هونغ كونغ خلاص الشركة هذه بكرة إذا جانا هذا لأخونا اللي في ليبيا ولا في الجزائر واتفقنا معه وعرفنا أنه رجال ذا نقول رح للصين يروح يزور الصين يختار البضاعة حقته بأسعار اللي هي الصين بس الخليج التوسع فيه بشكل مباشر بشكل مباشر عن طريق نعم وفتحنا يعني لمرات حنا شركة معهم بستين بالمئة شركة بالمئة نعم شركة أول شي بدأت فرانشايز يوم صارت علاقة جيدة وأنا أقول لك لما تحسن علاقة مع الناس والتجار شاركونك يعني في بعض الشيء اسم الوقل عندنا لا يمكن أن يأضخ معه واستثمار زيادة صراحة ما يجمل في بعضهم لا استهل أنك تضخ معه سوقه قوي أداءه ممتاز كفاءته عالية أمانة صدق إخلاص أداء عالي خلاص أنا مستعد أن يضخ معه فهذاك أداء كان بالبداية وكيل صح لكم وثم مع الوقت ماشي سويت مع الوقت توسعنا أكبر محطة بناء هذه ما ما جيناها هذه محطة البناء هو الاسم اليضم نعم فتوسعنا في محطة البناء لأننا فتحنا بالشارجة فرعيا ومن بعدين تقلنا للدبي فتحنا فيها معرض يعني استمر وكيل لا صارت شركة شركة مشتركة شركة مشتركة بعد ما فتحنا الدبي يعني صارت الحجم كبير والاستثمار عالي فدخلنا مع بعض وسونا استثمار واحد بس باسمكم يعني اسم القسطين البران اسمنا ايه لأننا احنا مسجك علامة تجارية والشريكة مع بعض قطر قريب إن شاء الله افتتاحنا بشهر عشرة قطر أيضا سوينا جوينت أو سوينا فرانشايز فرانشايز مع أقوى شركة موجودة هنا شركة نبينا نبينا من الشركات سبعين سنة في تاريخ المواد البناء فدخلنا معها كمبنى مستقل طبعا ما حطت البناء وش قصتها خلا قولي قصة نرجع شوي وارا ما راول ما أنشاءنا الاسم التجاري اللي هو قلت لك الليبناني قال منزل التسويق ماركتينج هوم منزل التسويق أو ما فتحت عطيت منزل التسويق الناس إذا مرت من محل البلاط حقية حزبونا بقالة منزل التسويق وش منزل التسويق طبعا النظام لازم تكتب بالعرب وما تكتب بانجيزي فبلشت فقلتوا أبا جيب شي يدل إنه فيه سيراميك واللي عندنا بلاط رحت كتبت سويت سجل فرعي اسمه منزل السيراميك عشان كده نطلع منزل السيراميك قلت لك عشان ما يمخططه فأس الله هم داعسين زيان ومتوكدين على الله سبحانه وتعالى وقعدين نشتغل فعدلنا منزل التسويق ترى ما كان يظهر أصلا كان منزل السيراميك هو اللي بالصورة منزل التسويق هذا استيراد بعدين يوم انطلقنا فيه بدأنا ما خلال إضاءة شفاء إضاءة فربط بإضاءة حلو أنا بس ودي بان شمانة شتى تركز على الجانب التوسع مصر دخلتوها بعد مصر دخلناها كمكتب مكتب مكتب دعم لوجستيل للإدارة العامة اللي في السعودية يعني كان على أساس أنه يدعمنا في مسألة الآي تي مثلا إذا احتجنا يدعمنا في مسألة جرافيك ديزاين بس ما دخلته كسوق لا 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 شوف سوق مصر فيه مشكلة ما يقبل البضائع المستوردة تصنيع محلي ومقفلين السوق تماما ممنوع هذا صاير قبل فترة مهب طويلة بس الاستيراد الظاهر والله وعلا كانني سمعته أنه فقط مشاريع الدولة هي اللي تستورد عن طريق الجيش الظاهر أو شيء زي كده فسوق مصر قوي وممتاز ودنا ندخله بس قد يكون مهب الفرصة الحين لأنه لا بد أنك تصير يا مصنع طبعا هناك التجار الظاهر اللي سمعته أنهم يجيبونهم بضاعة مفصلة وجمعونه هناك يعني قصة طويلة والتوصيل سواء داخل السعودية أو بين من المستودعات للمدر طبعا طبعا هذي جزء من أشياء الناس اللي تزعل يقول لك أنتم مستودعاتكم مركزية في الرياض ليش ما تكون مثلا في الفروع 45 فرع أنا ما أقدر أنشر بضاعة ب45 فرع وسأل لا أنظمة تسمع أنه يحط بضاعة في الفروع ولا الفروع تكفي أن يحط فيها بضاعة ليش ما تسمعها أنظمة يقول لك أنت محل بيع وليس محل تخزين فأنا محتاج أخزن فأنا مني بقالة تحتاجني كل يوم أنا مرة واحدة في العمر تحتاجي 6-7 مرات تجي تشتري بضاعة وتروح والمستودعات المركزية تخدمك أكثر من أنها تخدمني تخدمني أنا اللوجستي يعني اللي هو سلاسل المداد وتخدمك أنت على أساس أني ما أجيب لك والله أنت شاري من جدة أروح أجيب لكها من حايل لأن بضاعتك بحايل موجودة برياض بس السيارات التي توصل هي تبعكم أو تبع شركات في المناطق في حدود المنطقة والمستودعات يعني في الرياض بينها مناطق لا طبعا نجي على محطة البناء وش القصة لحين يوم قلت لك أنا منزل سيراميك تخلط تحت بعدين مخازي ضاءة بعدين إذا جيت حتى أنا أقول لأ الناس رح مخازي ضاءة واللي رح منزل سيراميك كله فجينا قلنا يا جماعة خلونا نجلس كذا جلسة لازم نشوف اسم عام اسم شامل يشمل كل هالقطعات بدون تحديد سيراميك إضاءة تعرف هذا مربط بسيراميك هذا إضاءة ما يصبح يصبح شامل فرح نطلعنا براند اسم تجاري اسمه محطة البناء هي محطة عبارة عن مكان واحد تقف فيه وتقدر تتبضع أغراضك لمواد البناء فرحنا دخلنا الآن وش سوينا منزل سيراميك تدخل تحت محطة البناء مخازي ضاءة تدخل محطة البناء هاتش أدوات صحية تدخل كل المنتجات تدخل تحت محطة البناء أول ما بدينها بدبي معرض 2300 متر تدخل وتلقي كل شيء موجود فبادينا حين البراندات ندخلها تحت محطة البناء ومحطة البناء هي اللي تطلع في فكرة يلغاء البراندات لا ما بلغاء ندخلها تحت كعلامات تجاهية أنه بتصير عندك مثلا الأسم العام الأول شيء محطة البناء محطة البناء يعني فيه بأحد الأمثلة مثلا محطة البناء محطة البناء محطة البناء الاسم الكبير يوتيوب تشوفه بعدين له قوات صغيرة على جنب كذا محطة يضاء وعلى طريق إلوس التصميم المنتجات حقاتكم وانتم تصممونها صحي في الغالب لا لا في الغالب تكون اختيارات معينة من مصانع وبعدين عدل عليها ونضيف لها قيمة مضافة ونجيبها فأنت ما تجي تخلق المنتج من البداية الخلاط الشطاف فأنا خلقته يعني في البداية حنا من نصم الملكية حنا عندنا جروب يصمم ناخذ الفكرة ناخذ الستاندر العادي ونقول نضيف له قطاعه أشياء هم ننسويه قالب بلاستيك ومن قالب البلاستيك نطلع بقالب رئيسي وبعدين نعتمده دايما أصور للناس ترى مراحل إنتاج الفكرة من رسومات إلى قناة نحسن لكل الحلقة إلى الآن وحنا ماخذين نجاحات نجاحات إيجابي إيجابي فأبي أعرف وش خبصت فيه شوف أشياء فعلا فشلت فيها ما قدرت طيب أنا أول ما بديت للأسف بديت مع شخص يعني نقدر نقول ما هو قصة ثقة قصة ما عنده ما عنده شغل ما عنده حب مجرد يا الله خلنا دخل نشتغل فالأخير بيأخذه مرتبون ترى الموضوع فخبصت كثير يوم جيت أنا دخلت في القطاع يوم طلعت من الشركة وشوف الدنيا خبصة يعني الغامق مو بماشي مع الفاتح الأحزم موجودة الدنيا لو جازبون بيشتري مو بلاقي شي يشتريه شوف الشي الوحيد اللي أخطيته وأتمنى ما أحد يخطيه أنك تدخل في استثمار آخر وانت لسه ذا ما دق سلف ولا عندك فلو يعني بمعنى أنا يوم دخلت بالبلاط شوي رحت مرة مدري كذا أنا واحد وشفنا هذه أكواب زي هذه صحون وجميلة كنت محتاجة أكثر شي بالبلاط لأنني لسه تويباتي وضيعت فلوسينة لا أقدر تبيع هذه لأنه ما حد يعرفني أني أبيع منتجات فندقية أنا تخصصي هندسي عندي محلات بلاط وارح جبت أدوات تخص المطاعم والكافيات والفنادق أصلاً ما عندي حتى بيعين يعرفون للفنادق وحقين الفنادق ما يعرفوني أني يبيع صحون صح ففشلت قاعد أوزعها الحين هدايا اليوم كذا عندي بالمستدع فهذه علمتني الدرس أنه ما أدخل شي ما أفهم فيه ما أدخل شي وأنا ما عندي له فلوس ما أحتاجها لأن بعض الأحيان أنت متى تدخل باستثمار أنت مثلاً مشهور ناجح في شغل معين وأنا عندي ثلاثمية أربعمائة ألف على جنب ذي محتاجها أبداً ومتأكد أني محتاجها أقول لك خلاص أدخل معك بثلاثمية أربعمائة بس مبراحة أأخذ من منزل سربيكا ولا فرص صح فرص واجد بس ما تجد تلحق عليك كل فرص فالتركيز أكثر على مجالك وقطاعك هو من أهم الأشياء اللي تفهم فيه ولا تجد تلاحق الفرص هذه تعلمت من بداية شوف كل شي يصير بالبداية هتعلم منه درس وكل الطريقة اختياركم منتجات المنتجات اللي جديدة على السوق وأغلى من السوق أغلى من المنتجات المنتجة في السوق نعم ما أغلى أنه إذا صارت مثل تصير مثل ترى بس أنت مستخدم السوشيال ميديا عندك للتوعية بشكل رئيسي وتصور شوف منها أثر كبير ولا ما كان كملتي الآن لا شوف ما حد يكذب أنه شوف الناس عندها حس قوي جدا ويعرفون أنك صادق ولا أنت بصادق قاعد تسوق ولا قاعد يعني آخرها مروحة الشط اللي تكلمنا عنها مروحة الشط معروفة وموجودة في العالم كله وفي تجارة كثير قدامة هنا وعندهم براندات شغالة بيتي وبيتك وبيوت سعودية كلها نفس البراند ونفس المروحة طيب ما تطور فيها يوم قاعدنا ندرس الموضوع ترى جزء من مشاكل فاتورة كهربانا ترتفع قال لي مروحة الشفط طيب هل هي الفروحة الشفط تصرف لا مهم مروحة شفط تصرف مروحة شفط تسحب الهوى البارد اللي موجود قاعدين بردوا الغرفة وطلعوا برها مقابل ومن تحت الباب وقاعد يدخل الهوى جديد حار والمكيف يستمر طيب وشه الحلول لهذه في ناس كثير يرفع صرفية المكيف صح فكذا الناس يعني حتى يوم نزلتها بتويتر وبالسوشال ميديا في كثير ناس علقوا يا أخي لا تقعد تكذب علينا مو منطقية كلام ذا اللي تقوله يا أخي صك الباب وما يضطع المكيف حط منشفة حط منشفة طيب طيب المروحة تبي توقف لا هي تبي تسحب هوى من تحت الباب من فوق الباب من فوق الجيب ستبي تدبر لك هوى تبي تسحبه مقابل الهوى اللي يطلع حنا بالفراغ هنا نقوله يا أش هوى عايشين بهوى ما في فراغ بدون هوى إذا بدون هوى قال كذا الدنيا سكت على بعض فالهوى عايشين وحنا لذلك رحنا وش سوينا سوينا حساس حركة إذا دخلت اشتغلت مروحة شفت إذا طلعت فصلت طيب قاعدت يومين ما دخلت دورة مياه ارتفعت الرطوبة الكتمة رحضا تتكلم عن مطبخ أو لان دورة مياه نجي حساسة ثانية حطينا حق رطوبة إذا كتم الحمام تشتغل لما نروحها إذا راحة الكتمة اهطفت بالمطبخ أضفنا حساسة دخان إذا جاء دخان اشتغلت الموب اشتغلت تعطيك ألارم على جوال يعني إشعار على جوال كترا فيه حريق لا وحطينا ريموات وحطينا تطبيق فخليناها ذكية تحكم فيها وبعدين تزيدها تقويها تنقل طب هل هي موجودة بس هل هي موجودة حنا تطورنا مروحها تشافتناها كلنا نعرف مروحها تشافتناها لكن أضفنا فيها حساسات وسنسور وهذه القيمة المضافة اللي دائما حنا طب تقول شو ما فكرت فيها أقول لك هذه شغلتي أنا مهندس أنا كل يوم بالبناء كل يوم أعيش واكل واشرب في مجال لبناء أخويا كلهم مهندسين نقعد مع بعض نعالج مثل الدكتور إذا قعد في مكان ولا زملاء ولا هندسة كل واحد يعرض مشاكله ويعرض الأشياء اللي أصلتوا مثلا مرضى معينين كيف علجهم ما تخاف يرتبط لأن صراحة خاصة في سوقنا هنا قليل جدا تواجد الرؤساء التنفيذيين في أنهم صناع محتوى فما تخشى أن هالشي يربط الشركة بزيادة باسمك أنت طبعا هذا جزء من الأشياء اللي قاعد أضغط على فريق التسويق عندنا التسويق والسوشال ميديا أنه لا تعتمدون على مساعد في مسألة تسويق المنتجات أو على الله لكن الناس ما تثق بالشركات في مسألة الطرح تثق بالأفراد اللي تثق فيها فجزء الحمد لله من نجاحنا أنا أقول أربطوا توفيق الله سبحانه وتعالى ثم ثقة الناس بمساعد وهذه تراها زينة وشينة في نفس الوقت يعني زينة أنها جيدة لنا للتسويق والناس يثقون بمساعد واللي يقدموا مساعد وهذه جزء من الأشياء اللي قلت لك أنك تبني الثقة سواء مع التجار تبنيها مع العملة اللي عندك في مسألة المصداقية في البضعة اللي تقدمها ومعالجة مشاكلهم ثقتك ما بينكم ما بين زملاك في مسألة المموارسات والعلاقات فالناس ما هي غبية ما تفهم أنت قاعد تكذب ولا قاعد تقدم شي صح فبالنسبة لي أنا شي مرهق في مسألة أني أقدم شي أنا والله العظيم محمد الخويطر عندنا نائب مدير عام مخازيضاء يجيني أبو عبد الرحمن تعال صور عندنا أقول وش عندك جديد يقول هذي أقول هذي ما فيها قيمة مضافة أصورها مثلها مثل جيرانك كذا تعامل معهم الشباب عندنا طيب عبد الرحمن عندنا شغل قدت له عطني شي لو قيمة مضافة لأنه أنا إذا قدمت الشي لازم أقدم مصداقيا وفي شي قيمة مضافة لكن ما أنا قاعد نطبل للشي والشي أصلا ما في شي مضاف إذا عندك لمبتك هذه ترها مثل لمبة الجيران اللهم عندك شغلة آد بالي وفيها قيمة مضافة كذا كنت في جزء الناس يشوفونها كتعارض ما بين اللي قاد تروج له كنصائح وما بين صحيح في ناس معينة أو جزء بسيط يعني هو يصل له شعور أنه أنا قاعد أسوق ما قاعد أقدم محتوى هذا اللي أنتم تسوون المنفسين ماذا تسوون يعني وش وضع المنافس يروحون المشاهير عشان قدمون لهم لا يعني إجمالا وضع المنافس السوق قلت سابقا الأجانب كانوا مسيطرين صح أنتم جيتوا كالشباب السعودين سواء أنت وغيرك جيتوا بحيث أنكم جددتم في المجال الآن المشهد وش صار المشهد الحمد لله أنا مبسوط جدا إذا جوني قالوا ترى فلان نزلوا بضاعة اللي صورناها قبل ثلاثة شهور أربع شو ترى نزلوا مثل مفاتيح مثلا تركب جن بعض شابوها فلان وش مفاتيح يعني مثلا مفاتيح من أول تحط مفتاح ومفتاح مفتاح بينهم فاضي صح ثان مفتاح في أش اللي بالجدران لا في أش ومفاتيح فيها مسافات حنا جبنا فريم يضمهم مع بعض يصير نطق وحدك كده احنا أول ما جابها بعدين راحوا جابوها نستانيين جوني أنا شوف شوف جابها فلان كنت ممتاز طورنا السوق جبنا شي جديد غيرنا شوي من العقلية لا في أش اللي كل عمرها زي ما هي بس التواجد للجانب المقارد بالماضي كيف تشوفوا السعودين والجانب السعودين مستوى تأثيرهم أكبر كثير لا لحنا عدينا عدينا كثير كثير ليش لأنهم هم يضلون إلى الآن على نفس المستوى اللي كانوا يقدمونه متحلمين أن التجارة بناء على كان أنهم تجار وليسوا أصحاب تخصص والجيد ليش أنا من يتابعني أنا يتابعوني سعوديا يعني المحلات اللي اللي هي ما شاء الله يعني المحلات اللي يتولونها وأنشأوها سعوديا هم اللي يتابعون سعدي قفاري يتابعون ترك حصير يتابعون اللي قاعدين بالسوشال ميديا فقاعدين يشوفون الجديد وقاعدين يحاولون يجيبون جبنا فلا ترجابون الناس جبنا منقياتها وجابون جبنا مثلا ضد التواهج جابون الناس الحمد لله ما بسخوط أنا ترى كنس كبير يعني ما رح تقدر تخبون كله كبير جدا وبعدين شوف الناس تفهم وانت قاعد تجيب منتج عمره ما حدم قلده مية بالمية يعني مثلا حنا ضد التواهج تغطيس وفيناس يدهنون ودهن مبين حتى الواحد يدركه باثنين ويصورون لي والله المتابعين يقول الله يا أبو عبدالحنا تفرق مع أنها هذه أقل ما كذا خدمت بعد البيع والمراضي كلها طفح عندنا 650 موظف 45 فرع من تجريح حول العالم أداء وكفاءة عالية من الشباب اللي عندنا ما شاء الله أنا دائما حتى أقول لا تنتظرون الزبون يفكر أنه يدور عليك بوسائل التواصل الجماعي خلكم جاهزين لمسألة تلقي الزبون قبل ما تصير مشكلة وبتطرحهم ما شاء الله سمعت إن شاء الله بإذن الله ما سمعت راداتكم 400 مليون تقريباً تجيب معلومات مدري من وين جيبتها تقريباً شوف الحمد لله يعني بس الفترة ما نتأكد هل هي سنة هل هي سنتين احنا قطعنا شوط كبير في مسألة بطرح نوقعنا مع الإنما الاستثمار ما تريد جاوب بسألة المبيعات يعني حول حول ما هنا بعد الحمد لله يعني نتكلم عن مبيعات الغروث عندنا اللي هو النمو عندنا الحمد لله من 21% إلى 25% سنوياً حتى في كورونا احنا عندنا غروث 21% اللي هو نمو في المبيعات تقول لي شلون جبتوا هذي أنا من التجار قد أكون من القليلين اللي ما وقف في استيراد أيام كورونا ما وقف لماذا؟ استورد أو شي عندي سيولة يا سلام أنا عندي سيولة الحمد لله ليش لأن عندي خمسة فرع عندي تدفقات نقديية عالية لأن ما عندي بضاعة خوينا اللي قلت لك أعطاني وعلمني دارس أبو ثلاثين آل بدبع لي خمسة عشر وبعدين كمل الباقي طبعاً وما كان لي شي بس أنه أتعبني خلاني أتوسع بالفروع إلى درجة أنه أنا يومياً أقفل محلاتي الساعة عشره كل الفلوس اللي بعتها دخل حسابي ما أروح أطالب الناس فعندي كشف له حلو اللي سيولة سيولة حلوة لذلك قاعد أستورد ما أوقف مصر عندي مشاكل بس مو بالمصانع نفسه وقفت لا لا مصانع شغالة كل اللي ينتج طبعاً ينتجون فترات ويقفلون وشون شحن فيوم طبعاً الفكرة وين تقول لي أنت رأيستنفيذ قاعد خاطر بالشركة أقول لي كيلة متى حنني بنقفل كورونا جدت وبعدين لازم نعيش لازم نأكل لازم نتعايش مع الوضع سواء نستمر أو لا نقطع فكنت عبي يا شباب لا توقفون حتى مدراء القطاعات ما توقف عزز مخزون من يوم ما تفتح المحلات ترى كنت اللي تبت تبت تقول لك نصيب الأسد وفعلاً قاعدنا ستة شهور والحمد لله مبيعاتنا جداً عالية السنة دي كان عندنا قروث 21-22% يعني نمو في المبيعات حتى يوم جينا على بن كلينما وميزانياتنا اللي نقدمها للبنك وللمستشارين عشان مسألة الطرح يقولون كل الشركات قاعد تقدم 2020 دمار شامل خسائر لا لأنه شب في البيزنس حقكم وأنا ما أقول لها كذا عشان يستسهلون الناس لأنه أي بيزنس في الحقيقة مهما كان في أي قطاع فيه ضعوبات كبيرة وتحديات عشان ما نساهل لا شب لخلي الناس يحسن صعب أن نقول بس ما شاء الله في القطاع حقكم حتى في أصعب الظروف الاقتصادية إذا كان الوضع تمام الناس بيعمرون إذا لم يتمام يمكن يرممون إذا وضع سيء يمكن يشطبون يمكن يغيرون الأنبات يعني يتقبل جميع الظروف السحب صاير صاير شوفت جتنا كذا مخاض يعني للسوق بشكل عام مسألة السعودة حقة المحلات 70% سعودة كذا جت يعني احنا ما نقول فجأة بس كالك الزامي أشوف سعودي قدام وجفي إذا دخلت كمفاتش ألقوه قدامي 7% هذي قعدنا سنتين على بال ما تأقلم الوضع شوي زين تأقلمنا وتأقلموا الناس الشباب على مسألة أنهم يشتغلون في قطاع مثل هالقطاع ويذقون حلاوة البايع ترى كثير من الشباب عندنا في الإدارة يتمنى ينزل في المبيعات عمولة راتب يعني مثلا يفتح لك أنه صندوق وقل لك ادخلوا وحش وطلع ترى هذه المبيعات كثير من الناس ما يعرف أنها فيها فلوس أنا أعرف واحد جاء عندنا يعني واحد من الناس اللي أذكر موقفه يعني متخرج ثانوي أول ما بدأ معنا بـ 7000 زين يعني يطلع له مع العمولة 7000 طبعا حنا دائما نعطي عمولات وراتب رمزي فيجيب يعني يعني الواسط العادي يجيب سبعة ستة ونص سبعة هذا يجيب 13-14 13-14 13-14 شراء وبيتزوج وفي واحد ذكر يام سلامت عريب الحساس سؤال فنوية قال أنا أتزوجت وجيبت بنية وما قلت ما شاء الله عمولات البلاط ما شاء الله لا لا أتكلم مجال المبيعات فيه فلوس فيه فلوس وفيه خبرات قبل زبايا تعرفوا شوالي ينباع أكثر ترى وشوال تعرف هذي ينباع أكثر هذي الدرس الدراسة عشان تروح تشوف السوق تعرفوش ينباع وش ما ينباع النس شنون تبتفتح بوكرا استثمار ترى مرة ممتاز متى نتوقع فالمخاض فالمخاض هذا وشي سوى طلع ناس كثير من السوق من اللي استفاد استفاد حنا اللي أصرينا أننا نبقى أصرينا أننا نواكب الالتزام هذا وأننا نتحمل أعباؤه في مسأة رفعت تكلفة طبعا التكلفة أكيد ارتفعت نحن صار عندنا دبل عدد الشباب السعوديين لأنه إلزامي صار فالرواتب بدلا مهب كانت مليون صارت مليون ونص ففيه لكن فيه ناس كثير سكروا قالوا لا لحنا ما نقدر سلام عليكم مع السلامة ملي قصة الباص يركبون فيه في البداية مية ما يوصل للدمام واصل اثنين هذول التجار اللي صاملين أغلب الناس ننزلهم بنص الطريق خمسين بالمئة صار في شوي قالوا لا لا حبيبي خلنا نهون وننزل لا أقعد يبدأ يكتف الواقع فيه يكتف لذلك ما فيه مطر متى تطرحون إن شاء الله والله إحنا إن شاء الله نقول ملفنا خلال شهرين ثلاثة شهور نقدموا للهيئة لأنه قاعدين قلت لك احنا انتقلنا من مؤسسة فردية ضمية كل الفروح طبعا فروح حقتنا جزء منها فرانشايز فرانشايز بطريقتنا يعني أو امتياز تجاري امتياز تجاري لكن بأسلوب مختلف شوي الفروح باسمنا كل شي لنا وذولاكم مجرد إدارة بشكل عام مشاركة مشاركة أرباح في مقابل الإدارة وبعدين يوم جت مسألة فكرة الطرح قلنا لهم تعالوا اجتمعنا هنوياهم قلنا هنو توجهنا كذا تدخلوا معنا قالوا نعم ضمينا كل القروب وصار الآن مجموعة شركة واحدة كلهم عندهم نسب نعم كلهم نسب تقريبا 18% للشركة اللي هم الفرانشايز وأنا والدعم الرئيسي نصب نصب تقريبا 42% ذكرتي عن نسب ما تكلمنا عن هوامش الربح في المنتجات هوامش المنتجات نفسها ما بين البلاط والإضاءة طيب خلينا نتكلم عن هوامش بشكل عام أنا مقيد بسعر السوق وهذه كثير من الناس ما يعرف كيف يقدر سعر السلعة هذه شلون تنباع إحنا إذا جينا ندرس سلعة جديدة مثلا أدوات صحية خلينا نبسطها أنا داخل قطاع جديد وجيت أدوات صحية وجبت موردين رحت لفيت المصانع أو المعارض ولقيت لي كم مورد عنده بلاطعة حلو وزينة وأقدر أطور معاه وعنده استعداد يشتغل معي وعطيني براند حقي وأضبط الأمور أجيو شأسوي أجيب الأسعار حقته واروح للشباب أقول روحوا يدرسوا لي أسعار السوق المثل هالمنتجات قريبة منها عند ناس منافسين لو أنا أطرحها يكونوا نفس المستوى مش أقل ولا أكثر يروحوا يسويوا للدراسة يقولوا والله ترى هذا أنت شاريها مثلا شاريها 200 ريال ترى تنباع بالسوق بـ 300 أقول له ممتاز طيب قال لي بـ 200 هذه كم تكلفة شحنة يقول أضف لها 15% طيب كم مصاريفنا الإدارية حنا الأوفرهيد نسميها قال 35% يعتبر عالي جدا لأنه فيه مصاريف كثيرة تغيرت 35% أضيفوها حطوا هامش الربح الحد الأدنى حنا نتكلم لأنه أنت في نهاية السنة أنت تتكلم أرباح المنطقية للشركات ما بين 14% إلى 25% 25% ممتاز 14% الحد الأدنى المقبول في العمل التجمع أنا نتكلم بـ مستوى المنتج ومستوى الشركة مستوى الشركة خلي المنتج بعدين أتخليك أوكي الحين وصلنا إلى 15% على 200 ريال زائد 35% زائد نحط نسبتنا ربحنا الربح الصافي اللي مثلا 25% وتحط نسبة بعض الأحيان إذا كنت بيع جملة ترى هذه مهمة للناس اللي هدفوا الجملة يحط مثلا 15% لأنه أنا إذا جيت أنا بأبيع عندي في المحلات وعندي 5-6 محلات أبيع برا المشهور وعبد الملك وفلان وفلان لازم أعطيهم هامش ربح وانا أربح ليه 15% ويسلهوا 20 أو 25% إحنا في بعض الشركات يوم جبنا منتجات شركات كبيرة تقدر تبيع عن المنتجات دخلنا عليهم قالوا بيه 40% هي ما يبلوها 40% ربح وعنده محلات ووفرهد ومصاريف إذا قص منها قص منها 30-35% بيقالوا 5% ولا 10% يقول له هذه تكافيني بس تغطي شوي مصروف حلو على المستوى منتجات حلنا على المستوى منتجات نفس الموضوع أنت كان من 25% ممكن تزيد إذا عندك جملة إلى 40% لأنه عشان تتقاسم من الربح ما بينكم ما بين الشخص الآخر من القطاعات اللي عندكم من الأكثر طبعا الأشياء نجيبهم الصين أكثر لأنه براند وسعار تكون كويسة إضاءة أكثر شيء إضاءة وصحي السيراميك أوروبي فهو أصلا غالي وإذا جبناه علشان نفس بالسوق يظل أنه محارقين السعر فمجال الحارق يعني حتى لو جاني زبون أو بعض حين يحرجك في مساء تدرينا 17 سنة ما قلسوا أنا أخو تخفيضات أبدا نعزز الثقافة ذي عند الناس في منتجاتنا إحنا سعرنا مثل أسعار السوبرزاكرة المخزون إذا تكدست الشاعر لا لا ما العلاقة إحنا هي أسلوب تسويق فكرة تسويق لا بس في ناس يخطوننا مثلا نهاية السنة خلني حاول أصرر لا حنا نجي نقول بضع راكتة نزلها تصفية وليس سعر قبل وبعد نعزز الثقافة ذي هذه تعلمت يامنا صغير أودي خلاتي ما فرق بين تصفية أنا بعلمك هذه وش روح صلات الفكرة عندي كنت أودي خلاتي أنا يشترون من المحلات هذه اللي يسوونها الاحتفالات فوقفت على بوث يبيع الله عزك جزم عز السمعين كوري فالجزم بـ 45 قلت له بـ 25 يأتي لقيني ظهر وراح أنا دي شفي كنت ليش كذا وزعلان أنا أنا صغير توني يمكن عمري 12 13 سنة واتاوشانو يجاني واحد مترجم قال شا فيك قلت له هذا أقوله بـ 5 سنة قال أنت كأنك تقوله أنت تكذب سعره ما بـ 45 35 هذا اللي قلت له ترى أنت وصلت الرسالة هذه فأحقه قال لك 45 هذا سعر الحقيقة 45 لذلك حنا للأسف في العالم العربي ودائما أقولها وفهم مليان وهذا اللي قاعد يصير أنه أنا أبغى مية أقول مية وعشرين لأني عارف أنا أبيبيع مية بس نقعط السعر مية وعشرين إحنا بالأخير من بدينا من 17 سنة نحط السعر الحقيقي نسميه هذا السعر الموجود في السيستم وموجود على اللوحة وهو سعر حقيقي اللي أبيبيع فيه تبوني أزيد عشان نزل مثل غيري أكتر تدري بعض الشركات اللي تسوي خصومات 50% خلال فترات متقطعة ونشوفها كلنا 50% خصومات سألت واحد قد اشتغل عندهم قدت وش القصة أنا فهمني أسلوب التسويق اللي أنتم تشتغلون فيه معقول أنتم تخزمون كم تربحون وفي ناس 70% كم يربح عشان يحط 70% وخمسين قداشف حنا شغلين على سياسة حنا نشتغل ثلاثة شهور بالسنة هاي تكفينا وطول السنة محلاتنا ما فيه إلا بايع واحد مصاريفنا قليلة عامل ينظف شغلة بسيطة ما بي أنا حد يدخل ولا يشتري الثلاثة شهور نشتغل عليها قبلها بشهرين إعداد موظفي حملة تسويقية دفع ضخ واشي بيجيهم بيجيهم حق الأربع شهور بشهر واحد هم ننام شهرين بثلاثة شهور هذي خطتهم التسويقية كيدا شغلين تدري فيه محلات مثلا مهم منتجات أنا مرة عرضتها منتج بـ 1299 محطوط عليه خط بـ 499 أنا بجيبه أنا قلتها بجيبه أنا عرف واحد من نوكل التلفزيون تسوي الحركة شغلين قلت له نحن نشغلين على المنتج هذا نحن نبيجيبه نبيعه بـ 450 وربحانين ومبسوطين ونزغرط من كثرة الربح اللي حاصلين عليه حق بـ 1299 يخي فيه مرة يعرضون منتج وبالسوشال ميديا حرق سعر المنتج 1750 بعد التخفيض 1150 مع كود الخصم 750 توه جديد منتج توه نازل بالسوق ما يمديك هو أصلا 750 يعتبر سعر مرة ممتاز للتاجر بس ابدا من فوق وانزل التسويق أنا سميه هذا التسويق أول الترويج السعري يعني أنا أدغدغ مشاعرك بالأسعار أنا مدغدغ مشاعرك حنا مجموعتنا مدغدغ مشاعر بالأسعار ولا عمري حتى تكلمنا على أسعار حنا ندغدغ مشاعرك بالجودة وش معنى الجودة أقول لك سعر رائعي عالي لايف تايم عمره سراضي عالي ما في فليكر أقدم لك منتج يعيش فترة طويلة ما يجيك صداع أقدم لك منتج مموجود بسوق ما يصرف كهرباء أحللك مشكلة صائرة عندك في البيت وأقدم لك هي بالسعر اللي أنا به تبيني أزيد عشان نزل أنا ما أسويها 17 سنة وأقولها ومبسوط ما عملوا سوينا تخفيضات مجرد أنه في عندنا منتجات مضع عليها أربع خمس سنين اللي بينطلعها مثلا أمتار خمسة متر عشرين متر ثلاثين متر بلاط باقية بتصفيها تصفيها نسميها حتى ما نسوي قبله بعد نقول تصفيها اللي بياخذ ياخذ تمام اللي متوجهين غير الطرحة هل في أشياء وش الله أنتم ذكرت يعني مجموعة أشياء في التوسع في المنتجات اللي غطتوها في الشركة استحوذوا عليها التكييف في شي باقي غير شوف الحلم يعني الحلم الرئيسي هو محطة البناء والحمد لله تحقق في المنتجات اللي فيه وقاعدين ندعمه أكثر قطعات تخدمنا ودي فعلا اللي قاعد أفكر فيه ودنا فعلا نصل له أننا نصل إلى مرحلة نقدم حلول مبتكرة في البناء نفتقدها في عالمنا العربي يعني مثل قصة تكييف وتبريد ليش نبدأ أشياء تقليدية ونشتغل على أشياء تكلفنا والآن الموضوع ترى الآن ما هو متوقف على مسألة فاتورة كاربة كل ما لها ترتفع والسبب المواد الخام قاعدة ترتفع البترول قاعدة يرتفع سعره المصاريف قاعدة ترتفع أشياء فقاعدة تثقل كاهل الشخص لازم أن تحط سليوش حلول من أول أن الناس ما تفرق معها شغال موكيف ولا ما هو شغال بس الحلول هذه عشان تضمن تطبيقها تتعامل مع بس اللي بيعون جملة ولا ممكن تروح معها تشتر مع مطورين عقاريين مثلا تسوي شركات معهم جزء من مسألة تثقيف يا أخي أنا أنشر لكم مروح أتعالج مشكلة لا تشترم عندي رح يشترم السوق إذا أحد تطور بس هل عندك شركات مع الناس في السوق غير اللي بيعون جملة مطورين عقاريين مقاولين معروفين محاسب هندسية بحيث أنك تضمن أنه فيه بيكون فيه سحب كبير على مشاريع معينة كثير من قطاعات الحمداء شوف في الإضاءة من الدراسة اللي سوناها على هيئة سوق يعني على أساس نقدم على هيئة سوق لازم تسوي دراسة سوقية إحنا نمثل كمبيعات ريتيل 30% من السوق في اللايتنج في الإنارة نعتبر الرقم مرة ممتاز مبيعات تجزيار نعتبر الرقم واحد الحمد لله في مبيعات التجزيار مبيعات المشاريع للأساف إلى الآن مشاريع نتكلم مشاريع مبيعات تجزيار على مستوى كل المنتجات لا للا اللايتنج اللي ينرى هذا الرقم الذي أذكره القطاعات الثانية ما أذكره صراحة على مستوى المشاريع بضعتنا شوي يعني حارة عليهم شوي شوي لا يبون رخص فدائما يقدمون حلول على أساس أنه يبيع بقيمة يعني يراعي الشقة ولا راعي المبنى يبي يبيع من الأخير يقول لك ليش أروح أبا شري لمبهة رخاصة باشتري مفتاحة رخاصة باشتري بلاطة رخاصة باشتري كذا لكن اللي حقينا النوعية فيه عندنا كم مشروع يأخذ من عندنا وينبسط ويحط إشعاراتنا يعني مثلا يحط مخاز إظامة السرميك كذا من الناس الأدفالي وسابك فهمت؟ أنا أبا عبد الرحمن بختب معكم سؤالي ما صارت أسألوا مع كل ضيف الموسمة هذا بس أسألوا يعني إذا كان مناسب الوضع لو بيرجع فيك الزمن إلى أول يوم بديت فيه المشروع بنفس خبراتك ونفس معلوماتك اللي عندك إياها اليوم وش الأشياء اللي بتجنبها وبتسويها وقتها؟ يعني ما أعتقد أنه فيه أشياء أنا قلت لك ماني مخاطر كثير خاصة مع الناس وهذه جزء من الأشياء اللي أجدها مشاكل دائما تحدث بالشراكات وحتى الاستشارات يجيني الشراكات دائما يقول قدر الشراكة ما يفوح أنا وفقت الحمد لله بشخص كان موجود معي وهم هم موجود أصلا لكن يعني خفت الله سبحانه وتعالى في مسألة العمل معه أنه كل شركة أدخله وكل استثمار أدخله هو معي رجلي برجل اندخلنا أربعة فوق خامسنا فدائما أنا أدخل بسهمين إذا قالوا لا أقول هذا واحد من السماء ما حد يدري عنه فكنت الحمد لله مخلص في الجانب دائما حتى في مسألة انتقالي إلى شركة كلمت الشراكة قلت لهم شغلة واحدة انتظروني سنة أنا أدرت هالمنشأة الحمد لله لين وصلنا إلى هذا المكان وكنا نفتخر الحمد لله بتوفيق رب العالمين أنتظر منكم بس الصمت لين نصل إلى مرحة تطرح بس أقصن ناحية الأخطاء في شيء تقول لو برجع بالزمن بأتجنب هذه ولا ما راح أسوي هذه ولا بسوي هذه بطريقة فلانية يعني قلت لك الأخطاء اللي سويتا واني بعض رحين أتوسع في شيء كنت أتمنى أني ما أتوسع فيه لأنه يعني بطأني شوي لكن ما أعتقد أنه في شيء رئيسي سبب لي مشكلة لا ما فيه ما كان فيه صراحة الحمد لله جميل الله أدك العافية بزر عافيك حبيبي طويل عمرك شرف لي شكرا لكم وشكرا لعبد الملك آل سعيد في إنتاج المحتوى في التحرير مرامض بيبان في دارة التصوير ياسر بن غانم في الإضاءة عبد المجد عمر في الهندسة الصوتية عبد العزيز المزي في الخراج الفني مجد الملي ومساعده وسيم معين وفي الإنتاج التنفيذي غيداء تميمي هذا بتكاس سوالف بيزنس أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع